اشتركوا في القناة الموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة 866 من ملك وكتابة المهندس عدلي بيبدأها عن الأمم المتحدة وشرعانة الموت ليه؟ أنا بصراحة مش عارف أنفسي أنه هو ده الحدث الأهم والأبرز الذي يسبق جميع الأحداث حتى إن كنا نتحدث عن الرياضة فهذا جميل وطرف يعني لا يلغي أن إحنا عايشين لحظة من لحظات التاريخ الذي نرى فيه أن الأمم المتحدة وإنحيازها الشديد لتكريس الظلم وشرعانة الظلم قبل كده عشان يقضوا على العراق استخدموها في الأسلاحة الكيموية وعندما قضوا على العراق ولم يجدوا شيئاً قالوا متأسفين كنا غلطانين يا حلاوة ولم يخرجوا من العراق بالمناسبة النهاردة إذا رأت الجمعية أو مجلس الآمن أن تلوم الباغي والظالم معنا الفيتو يا عم أعمل اللي أنت عايزه طيب هو إحنا عايزين نعول على الخلق الإنساني والضمير الإنساني والنزعة الإنسانية يبقى رهان خسران لأن حتجد الشعوب معاك في هذا الصياق أما أصحاب القرار وأصحاب السياسات اللي ماشيين فيها منطلع القرار أنت لما تشوف يا أستاذ إبراهيم أنا قريت كلام ترامب من كم سنة ولد قالها وش كده لا إحنا من ربعمائة سنة سبكوا بقى خلاص سطوت الكنيسة وسطوت الأدايا ننتهت وبقى إحنا لغة المصالح وماشيين في لغة المصالح والقضاء على الاعتبارات الإنسانية قالك فليا موت الجميع ننتج نابالم ننتج برها من نابالم ونفتعل الحروب لإستخدام الاتنين هذه العالم الغربي هو مؤسسات حقوق الإنسان الغربي المثلية بقت خناقة يا عمد خلينا تخليك في اللي أنت فيه سبنا في اللي أنت والآن منطق الرحمة بيض يطالب بهدنة لإدخال المساعدات لا يا شيخ والضرب مستمر نفسك فيه قبل ما تموت كالمحكوم عليهم بالإعدام ويطلع ناس تقولك والله مسألة بقت مقززة ولكن لا ننمن إلا أنفسنا لأن إحنا فوتنا فرصة عالم التكتلات القوية كنا نعمل كل شيء المال السلاح الطاقة القوة الكمينة الروحية اللي عندنا اللي نقدر نواجه به يا أستاذ إبراهيم هو إحنا كلنا عملين نشيد بإيه ومزغولين من إيه وبنقول مين اللي بيدي درس العالم كله مش أبناءنا فلسطين وأطفالنا في فلسطين بالنموذج الصامد الصامد الذين هقدموه طب وإحنا عملين نقول يا سلام وهيل وكل حاج تخيلنا نفسنا للحظة مكانهم هنوصل لإيه إحنا بنتكلم مقول نقص السكر نقص الزيت نقص مش عارف إيه والأقوة العرب مشغولين مش عارف خلينا أستاذ إبراهيم مرة 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 الصدق والاتصاق مع النفس ما نقولش كلام مش مش هو ده اللي المؤمنين بيه إذا كنا مؤمنين فلنفعل ما نقول لا نقول ما لا نفعل أستاذ إبراهيم العرب إذا لم يتنبهوا إلى إن مصرهم في الآخر في إيديهم هنرجع تاني لفكرة الصور الأبيض والصور الأصفر والصور الأسود وأكلنا يوم أكل الثالث أكلت عندما أكل الثور الأبيض سبته يتاكل بعد سبت الثور الأصفر يتاكل تعالي بقى أول ما شاف الأسد داخل عليه لقد أكلت يا مؤمنين سمحت لك تاكل الثور الأبيض مش هيشوفوك أكثر من إنك إنت مصدر طاقة ومصدر مال وهم لا يروا تستحقوا كل هذا هم يروا أنفسهم النزع دول قامت على عبادة الشعوب إزاي حتى تعطب معاك ولا محق فلسطين إحنا أنا بتكلم لأنني مش قادر زي زيك زي غيري مش حارفين ننام وبعدين يا جماعة إحنا ننتظر متى سيأتي هذه الموجة إلى هدفها النهائي إذا هو مصر إيه وعد سدى كلام ده كله وابتدوا تكلموا بقى دلوقتي وتكتلات متخدوم عندكم هو فيه إيه وكان مصر وحيدة التي تمتلك صحراء الناس كلها حواليهم مليانة صحراء ولكن مصر هي المستهدافة عشان نخش عشان تبقى المقاومة هنا يفضل يزوءك يزوءك لما مني للفراء إحنا لازم نبقى فاهمين إن فيه فاتورة حندفع تمانها إذا كنا جدين إن إحنا ندفع عن شرفنا عن وجودنا ما هيش فاتورة دم صور بقى الطرف بتاعنا الدم يلوه ناس وعندنا جيشنا بيقولك ما لكش دعوة أنا حدفع فاتورة الدم إنت إدفع فاتورة إيه المؤاظرة والدعم مش الدم الدعم الدعم بالمواقف الصلبة مش الاحتجاج والكلام الفارغ وشوية الناس اللي عمال عايزة تجرنا من أول المواجهة في سد النهضة هم عملين يضادلوا في توركيا وفي لندن وهنا وبرة وجوه يقولك مصر ما تحارب عشان سد النهضة يوم المونى لهؤلاء الذين يرتزقون على مصر دماء مصر بدعوة أنهم أصحاب فكر وأصحاب أيدولوجية للأسف شديد هم مخلق قط في يد الغرب وأنا بقولك النهاردة إذا ما كناش نهاية أنفسنا من النهاردة إن إحنا نتحمل ونعيش بني أدمين يبقى ما ألمش اللي نفسنا ده كلام مهم جدا في ظرف شديد الحساسية والخطر الحقيقي لكن خلونا نشوف عنوين حلقة الليلة موسيقى والآن نقد أم جلد الزيت موسيقى الكاف يحفظ قيمة الأهل ونجومه موسيقى تحليل التحكيم وكلمة حق موسيقى وبزوغ فجر المونديال فريق الأهل النهاردة استقنف تدريباته سريعا دون راح بعد مباراة صندون زنبارح والخروج من الدور الأفريقي استقنف الفريق النهاردة تدريباته في ملعب مختار تيتش استعدادا لمباراة المقولين اللي هتكون مساء السبت إن شاء الله إحدى المباراة المعجلة في الدوري واللي سريعا هيخوض فيه الأهل تلات مباراة مضغوطة جدا هيلعب يوم السبت في ملعب المقولين العرب مع زئاب الجبل يوم الأربع هيلعب في نفس الملعب لكن الساعة أربعة العصر مع سيراميكا كيلو بطرة ويوم الحد بعدها على طول حيسافر للجونة للقاء الجونة أصلي السبت يعني أنت هتلعب أربعة وثمانية وإحداشر وحيكون المطش في الجونة الساعة خمسة مساء التمرين شارك فيه كل اللعيبة وإذنكم شايفين مستر مارسل كولر مع كل اللعيبة في الملعب تفاصيل كتيرة في مران اليوم اللعيبة خاضت تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد مباراة مبارح ونظرا لضغط الوقت والمباراة المقولين ما كانش فيه فرصة باش مهندس لأي راحة أو التقاط أنفاس هي من أول يوم كده من أول يوم ما فيش فرصة وانت عملت تختار إيه تضحي بإيه وتشترك في إيه واخد بالك فضحيت بحاجات ضحيت بالربطة ضحيت بالبطولة العربية وما قدرتش سياق أدبي ومادي ومكانة إنك تعتذر عن البطولة السوبر دي في نسختها الأولى ولكن تشعر يا أستاذ إبراهيم إن فيه أعرف أغنية الدنيا ريشة فاوة سعد عبوهاب قد الوقت فيه كافة ميزاة الريشة دي اللي هي التوفيخ لو طارت وقت في كافتك لك سبت المطشات كلها من وقع الأداء سقت منك المطش بتاعك هناك بخلاف هذا أنت تستحق أن تفوز في الثلاث مطشات التانية بس للأسف الشديد الريشة عملت طير وتقع ضدك في الكافة اللي ضدك فترجع في الثواني الأخير لأن التوفيق يا أستاذ إبراهيم مش توفيقي يخصك لوحدك وده جزء مهم جدا أنت النهاردة هنجيله التفاصيل يعني طيب هنجيله في التفاصيل بس عايز أذكر بحاجة واحدة اي احنا عندنا ستة مرشحين لأفضل لاعب اه احنا أكتر فريق مرشح منه لعبة اه على مستوى الأندية في الأفريقيا اي هنعود إليها طبع عشان أنا بقى هرجع أقولك يعني معنى ده ايه طيب عموما معنا من مراسل قناة الأهلي زميل محمد توفيق اللي حضر المران بكل التفاصيل ويطلعنا على كل التفاصيل في هذا المران المهم مستوى الخير يا محمد تحياتي وتحياتي المهندس عدلي مستوى الخير وأستاذ إبراهيم وأستاذ بشمواندس عدلي بقية تحياتي حضراتكم وكل مشاهداتنا في كل مكان الفريس تأنف تدريباته النهاردة من خلال متابعتك وشواهدك ايه اللي حصل يعني طبعا ذه محركة عارف باش مواندس عدلي أستاذ إبراهيم ممكن ما فيش وقت خلاص بلح للأسف بنوضع بطولة مهمة ولكن طبعا ما فيش وقت بنخش على طول في بطولة تانية وبطولة الدور العام بطولة ان انت بتخشها عشان انت حامل لقابة عشان تحافظ على لقابك العام الثاني على التوالي وتحصل على المرة للأربعة واربعين لكن مثل مرسل كولر على طول دخل اللاعبين في الأجواء كان فيه محاضرة قبل بدء المران اتكلم مع اللاعبين عن أهمية خلاص يعني نسيان صفحة الدور الأفريقي والالتفاة ليه صفحة مهمة جدا وهي البطولة المحلية الدوري المصر الممتاز كان على طول الفريق بعد المحاضرة كان فيه تدريبات بدنية للعبين ومن بعدها تدريبات كثير جدا بالكرة وهي بعض الجمه الخططية والتكتكية على الجانب الآخر المجموعة اللاعبين يعني شاركة مبارح على مدار التسعين دي فيه مباراة تانداون يعني يمكن بس شاركه فيه مران خفيف كده واستشفائي في الجيم طبعا كان فيه ضغط الفترة لفترة أستاذ ابراهين باش مهندس عادلي وصفر من تنزانيا لجنوب أفريقيا وكان كان على كبير جدا من السفريات في وقت ولاية جدا فكان الجهاز الفني فضل طبعا أنهم يخدوا تدريبات استشفائية النهاردة ويمكن الفريق كمان مكمل في تدريباته بكرا إن شاء الله سادادة لمباراة المعولين في الجولة السبتة من الدول المصر الممتاز المقرر لها إن شاء الله سبعة مساء السبت على الساد المعولون العرب في الجبل الأخضر إن شاء الله كمان يمكن أن أستاذ ابراهين باش مهندس عاد يتم الإعلان عن مباراةين من المباراة الموجلة للنادي الأهلي سواء أمام سلامك الكولوباترة أو كمان أمام الجونة هيكون إن شاء الله إلى 4-8 نوفمبر وهي كمان يعني يوم السبت في مدينة الغرداء أو مدينة الجونة بالتحديد يوم 11 نوفمبر فأعتقد الجهاز الفني حاطت إن كنتنا نتكلم معه في العيبة كمان في الاجتماع الفن نهاردة إن وحاطت برنامج كامل لمدة 11 يوم لهذه الثلاث مباراة اللي أكد على أهميتها وأهمية الملف المحلي قبل توقف الدولة بإذن الله فريقكم بإذن الله حصد التسعة نقاط من هذه المباراة المهمة ومن بعد إن شاء الله توقف الدولة للإلتفاة الإصابة الثانية أهم كمان وهي صفحة دورة أبطال أفريقيا إن شاء الله رب العالمين محمد موقف العائدين من الإصابة إذا كان ندفد أو السلية ومتولم من اللي شارك في التمرين الحمد لله كريم فؤاد دخل خلاص في التدريبات الجماعية ده أبرز العائدين أو آخر العائدين كريم ندفد الحمد لله من فترة كبيرة بيشارك في التدريبات الجماعية وتحت أمر الجهاز الفني مشاركته من عدمها هذا متوقف على رؤية الجهاز الفني ولكن هو من النحى البدنية والفنية ومن النحى العلاجية أو الإصابات والحمد لله معافة بنسبة 100% عمرو السلية ممكن هو اللعب الوحيد بس اللي بيخد تدريبات العلاجية أو استشفائية في هذه الأوقات وعاد ألاحك إن قريبا جدا بإذن الله يكون مع الفريق في التدريبات الجماعية كمان يمكن أكرم التوفيق على طمينك عين برح الناس قلت على أكرم شوية عشان خد كان فيه كادمة في أصل في رجل الشوت الأولاني وكادمة في الرجل الشوت الثاني ولكن الحمد لله دكتور رحمة جبلة رئيس الجهاز الطب والنادر أهلي طمنا على أكرم قال إن لا الحمد لله كانت كادمة لكن الحمد لله ما حصلش أي حاجة وهو مشارك النهار ده فيه التدريبات الاستشفائية وبكرة إن شاء الله هكون فيه تدريب الرئيس استعداد لمباراة المعاولين كمان يمكن رضا سليم النهار ده أقرأ إجراحة في عظمة التركوة اللي اتعرض للكاسة ديها في مباراة الأمس صباحا ولكن الدكتور رحمة جبلة الحمد لله طمنا وقال إن هو ركب له شريحة ومصمار في عظمة التركوة وإن شاء الله يعني يمكن أقل لي خلال شهرين بإذن الله على حسر استجارة الرضا واستجابته للعلاج والتدريبات العلاجية اللي هتبقى موجودة لفترة الجاية إن شاء الله يعني يتحدد معه عودته بإذن الله رب العمين وقال إن كان مشارحة شوية بإصابة اللي كانت تعرض لها خزعة فتاح في آخر الموسم الماضي برضو السنة فاتح بكرة التمرين في نفس المعاد بإذن الله بكرة التمرين الأخير والرئيسي سيكون إن شاء الله التجمع في الخامسة مساء ويتضيب فيه متامвод السادسة ومن بعدها إن شاء الله هيعلن قائمة المباراة اللي هتتفش إن شاء الله في المعاصك المغلق ليلة المباراة ومن بعدها إن شاء الله بإذن الله هو السابت بقى يعني بعض العودة مرة أخرى للبطولط المحلية والدورة المتاززة وإن شاء الله تكون عودة موفقة وتحايل سلاسة نقاط جديدة بإذن الله رب العالمين والحفاظ على العلامة الكاملة والوصول للنقطة تسعى بإذن الله رب العالمين في جد والدول أنا بس مش عايز أسألك يا سلام ما أظنش هتقدر تجاوبني لكن هل شعرت إن فيه روح إيجابية في الفريق ولا لسه ظلال المباراة الأمس بتخيم عليهم يعني 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 أنت كده من مشاهدتك شايف إيه كنت طبعا عشان أتبقى أمين محضرتك باش مهندس عادلي طبعا يعني فيه حزن بيان على العامين يمكن أن تتكلم أن الفريق خلاص كان بيتأهد للصفة للمغرب للعب المباراة يعني أنت تتكلم أن كان مفروض التدريب بتاع النهار دوات يبقى استعدادا للمباراة النهائية أمام الوداد المغربي يمكن الحمد لله ما فيش نصيب قبل الله مشاء فعل فيه بعض الحزن بيان شوية بس كمان كابت المحمد الشرينوي قال لي تصراحات مهمة جدا باش مهندس عادلي قال خلاص احنا فيه هزيمة يعني اللي أبعملت اللي عليها قدت اللي عليها الجمهور كمان واشت بجمهور نادي الأهل اللي دايما عند المعادة المباراة المعامل اللي عليه وكان موجود خلف الفريق ولكن طبعا قال كلمة مهمة جدا اعتقد ان ده اللي حصل في الاجتماع بعد المتش باش مهندس عادلي بيان اللي عادين وبعضهم ان خلاص نادي الأهل دايما ببص الأدام دايما عندك أهداف لا نهاية فنبص الأدام بننسى الصفحة دي ما فيش وقت حتى ولا رفاية انت عندك بطولة دوري عندك ثلاث مباريات وراء بعض على طول بتتكلم في 11 يوم بعد كده عندك توقف دولة هترجع منه على أول تلات جوالات من دولة بطالة أفريقيا في دول المجموعات فأعتقد ان ما فيش وقت ولقالت النادي الأهلي وحرك طبعا قضرة مني سواء حركة رشمان دي سعادلي أو السيد إبراهيم ان النادي الأهلي ما بيقفش بطير انت دايما عندك أهداف متجددة دايما عندك بطولة كثيرة بتلعب عليها دايما عندك على المركز الأول فأعتقد لقالت النادي الأهلي لديها من الخبرة والإمكانيات وكمان وجمهور النادي الأهلي العظيم وراءهم أعتقد سريعا جدا خلاص العجلة هتدور زي ما نقول هتركز في الدولة هتركز دولة بطولة أفريقيا عندك بطولة مهمة جدا في منتصف شهر 12 كثيرة عاما دي ان شاء الله يبقى تعويض وخير فرح لجمهور النادي الأهلي بطولة الله ومزيد من البطولات البطولة الجيئة بإذن الله رب العين نتمنى أن نشوف ترجمة لهذا في أرض الملعب لأن فعلا أحيانا يبقى هذا وقت اللاعبين صحيح وبنسبة اللاعبين أمحمد هل لمست أنك ممكن قايمة المباراة المأوليني يبقى فيها عناصر جديدة أو إراحة بعض العناصر ولا مش ظهرة طبعا من خلال تدريبات أصدر إبراهيم ما ظهرش أن النهضة تبزة ما قلت حدا كان معظم اللاعبين الأسلين اللابو التسعين دي كانوا بيخدوا تدريبات الشفائية وعلاجية في الجيم طبعا نظر الروحات بتاع المباراة بارح بها اللاعبين شاركوا في تدريب قوى جدا ولكن أعتقد ذا معاوض ما نستر ماشر في الكورة لا هيكون في طبعا إراحة لبعض اللاعبين اللاعبين أن تتكلم في أربع مباراة متتالية تقريبا في تمن أيام في تنزانيا أمام سنبا وكمان في جنوب أفريقيا أمام سنبا ومباراة العودة فأعتقد أن احنا ممكن نشوف أكثر من أنصر من اللاعبين كماشر في الشارك والفترة اللي فاتت بإذن الله على مدار خاصة أن احنا هنعب سبت أمام المعاولين يوم اللاربع أمام سرميك والبطرة يوم السبت اللي بعض عطول كمان في القناة فأعتقد أن مستر مانصر كورة ربانة دائما بيقول أنه ما عندهش لعاب أساسي ولعاب احتياطي كل اللاعبين المتحين وكل اللاعبين هيأخذوا فرصتهم أنه هيكون في طبعا يعني زي ما بيقول كده تدوير بشكل كبير جدا ما بين اللاعبين على مدار الثلاث مباريات خاصة أن الصبر رهم زي ما أقول لحاج يعني بعد التوقف الدولة على طول عند عودة من جديد وعندك سواء مباراتين في الدولة العام وكمان ثلاث مباريات في الدول الأول من دول المجموعات فأعتقد كل دولات مباريات إن شاء الله لعاب المدى الأهلي يكونوا قدرين عليه والجهاز الفني يقدر بإذن الله يختار كل العاصر المناسبة لكل مباراة وإن شاء الله أهم حاجة يكون التوفير معهم عشان حقاوه كل أهدف جميع الناج الأهلي والفظ بكل البطولات خلال الفترة مقبلة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله يا محمد شكرا جزيلا لك شكرا للزميل محمد توفيق مراسل قناة الأهلي اللي أطلعنا على تفاصيل المراني المهم للفاصل بين مرحلتين مرحلة الخروج من الدور الأفريقي بكل ما حدث فيه ثم الانغماس سريعا في مباريات الدوري والاستعداد الجاد للقاء المولين المهم والمفصل يا بشمانس قدر الأهلي وهنا يا بان بقى فعلا زي ما بقولك كده حنشوف ترجمة هذا الكلام لأن جمهورنادي لاني فاهم يعني هو غضبان شوي ده حالتنا كلنا مدايين جدا مكتئبين ولكن بمجرد ما حنشوف فرقتنا الطبيعية وحالتها الطبيعية حنرجع تاني وراء فرقتنا وننظر للأمام ونتطلع إلى مزيد من البطولات وكل شيء حتى كل شيء يبقى كويس طيب النهاردة كمان أجريت جراحة الحمد لله ناجحة للاعبنا الدولي المغربي رضا سليم رضا سليم الحياة لعب من الصفقات المهمة جدا انبارح بياخد يدوب دقايق بس من مشاركته في المباراة يتعرض لإصابة مؤثرة جدا في الترقوة تقريبا في تفتيت في عظمة الترقوة حسب وصف الطبيب المعالجة واللي أجرى الجراحة الموجود مع رضا في الصورة الدكتور أشرف نهاد اللي أجرى هذه الجراحة والنهاردة أعلن عن نجاح هذه العملية أعتقد عملية غرثة في توقيت برضو صعبة نرجع تاني للتوفيق عشان الناس عاد بتقول لك انت عمدت تتكلم مهود أجوز شمعنا قال مع نجوم يعني انت لما تيجي تتكلم مين أكتر لعيب دخل في الفرق أو اندمج السنة دي رضا سليم رضا أكتر واحد ترجم إلى مشاركات إيجابية وضرفعات وشفنا يتعرض لكل أنواع الأزى المتعمد في الماتش الزهاب أي ويخرج سليم أي ده بعد دقيقة واحدة يصاب عدد الإصابة ويا أخي الإصابات عندنا على رأي كله ضرب ما فيش تيمة طيب حجم الإصابة وتدعياتها وظروفها وغيابه غياب رضا سليم معنا على الهاتف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام اللي أجرى هذه الجراحة اليوم مساء الله خير يا دكتور دكتور حطنا في الصورة لجراحة رضا سليم إيه لتشخيص وإيه اللي تم فيها هو رضا ويع كسر ترقوة كسر مفتت يعني أكتر من خط الكسر الواحد وإنبارح بالليل راح المستشفى عملنا الاختصات والأشعاعات المطلوبة والصبح النهاردة ساعة 9 صبح أجريما جراحة تسجيك الكسر بشريحة ومسامير ومصمار نخاعي تدعيات الإصابة دي دكتور على بإذن الله عندما يتم شفاقه بالكامل على أداءه ممكن تؤثر عليه ولا المسألة بتبقى عاملة زي إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يعني مخدين احتفاظنا أنه هو طبعا بعيب على مستوى مهاري عالي ومحتاجه ينزل ملعب أقرب ما يمكن فهو من الأول الأسبوع الجاي حنسمح له بالجوجينج والجيم وشغل الرجلين كله ومن بعدها بأسبوعين حيقدر يجري سبنتات ويشتغل بالكورة ولكن الالتحامات لازم هتتأخر لغاية ما الكسر يلتأم وبعد ما يلتأم بقى يرجع لفاباته بإذن الله تعالى لا أتحدث عن تأثيرها على أداء وعلى التحامات وعلى مش هيبقى لها تأثير لا 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 إن شاء الله ما تبقاش تأثير بإذن الله تعالى إحنا مثلا من قيمة شهرين ونص تقريبا أنا عملت كتف خالد عبد الفتاح عنده نفس الكسر في الترقوة والحمد لله ربنا كرمنا عيسنا ننزله بدري يعني شهرين وكام يوم إصابته قريبة من إصابة خالد عبد الفتاح آه يمكن إصابة خالد كتأخافت شوية أخاف ربنا كرمنا فيه أتملنا نعمة شفاقه بدري فقدر ينزل الملعب على شهرين وأربعة أيام ولا حك إصابات الترقوة تبدو غريبة للعبته كورة شوية لا بها حتى ربنا نفسه كسر الكتف التاني من 4 سنين عامر الكتف التاني آه الكتف التاني نفس القواب ده كده بيتعادل بقى لا ده مش نفس الكتف الرئيس مش نفس الكتف ده الكتف التاني الكتف التاني نعم طيب آآ طبعا الشد العصبي والتوتر وال الأحداث التي قد حصلت شدة اللعبها مش مركز بيقع ازاي مش واخد باله من التعادة مهتمة بالقراء يعني طبعا عامل من عامل جات الأصابات هل ما يتردد أنه ممكن يغيب من شهر لثلاث شهور دي فعلا مدة طبية طبيعية ولا ممكن قبل أو بعد والله هو يعني الطبيعي الثلاثة شهور خلال حجم الكسر بتاع كابسن بيضا وربنا يتميله شفاء يعني في العيبة مش حول أسامي يعني في العيبة غابت أكثر من سنة في كسر طرقوة لكن إن شاء الله ما نصبح شكرا أمدا بإذن الله تعالى دكتور أشرف يعني هل بينصح أن فيه تدريبات معينة للسقوط بنشوف لعيبة محترفين بره بيتدربوا على طريقة معينة للوقوع عشان يتفادوا مثل هذه الإصابات المؤثرة دكتور هل ده فعلا ينصح بيه هو حاجة كثيرة كابتن تمنع الإصابات من أولها الانضباط الانضباط في معينة التدريب والنوم والأكل الصحي وبرضو الدعم النفسي في المغافة الصعبة زي كده لكن جزء منها طبعا المهارات الهواء دي بالضبط ممكن تتنمى عند اللعيبة بالتمرين وكذا هو سؤال زاكي من الأستاذ براهيم لأن نعلم علاقتك بكرة القدم حضرتك نجل الحكم الدولي الكبير رحمة الله كابتن نهاد محرم ونهاد محرم كان لعيب في الترسان يعني كان لعيب كورة اللي كان نعيب من الزمالك ويستحب الكورة في نفس الوقت أيضا فشاف والدي بلعب في ماتش قال له لا دا يتنقل الزمالك عبطو خده من الأهل على الزمالك خده من الأهل على الزمالك وتعاور في الزمالك قال له غضوه فكان يعب في الترسان طيب يعني أنا ليه بنقول هذا الكلام عشان لما بنسأل للدكتور بنسأله كرجل لاهو علاقة بكرة القدم هو الدكتور أشرف نائب رئيس نادي الصيدي يعني برضو ابن أسرة رياضية ومنغمس فيها الحد لا يفد معناها فيه سنقصد رئيس نادي الصيد وبفخر أن أنا يعني من عائلة كوروية كبيرة و بنحب الكورة وبتجي بدمينها ما نوصكش بقى على كدف ريدا سليم ربنا يتبنوا الشيفة إن شاء الله وانطمينكم عليكم رئيس شاكرين جدا أنا دكتور شكرا جزيلا دكتور أشرف محرم أعتقد طم من حضراتكو على إصابة ريدا سليم شو مهندس أنت تلاقي طريقة وقوع على الأرض مختلفة بص لعبة كتير جدا ما جلهاش ترقوها وفيه لعبة تلاقي ترقوها هذه إصابة من الإصابات القدرية لأنها وناس هي تقولك ده تعور في كدف يعني ما فيش مشكلة بس تخوة إصابة غلثة مش خطر لكن غلثة بتاخد وقت ده بقولك فيه حاجات بتغيب جدا لقدر الله يعني أنما يعني اللذي ولا اعتراض أقولك وهي تفتت سلاسي يعني يعني الإصابات عملت جلدة في اللعيبة اللي أنت محتاجة قوي وده تاني ترقوها يعني خالد عفتاح نفس الإصابة أول ما تقلق ترقوها ده يعني ربنا هيحمي لعبتنا من الإصابات ونتمنى يعني أن القادم يكون أفضل بكتير طيب قبل ما ندخل في موضوع شغل حلقة النهاردة المجلس الإدارة برئاسة كابتن خطيب بيكلف الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة بترقص بعثة الفريق الأول لكرة اليد للرجال اللي حيشارك في كاس العالم للأندية اللي حتقام في مدينة الدمان بالسعودية من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري الكابتن الغزاوي حرص على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع كابتن خلد العوضي مدير النشاط الرياضي وبعثة الأهل هتغادر إن شاء الله تعالى القاهرة مساء الأحد وهيخوض الفريق أولى مواجهاته في المنديال مع فريق النور السعودي يوم الثلاث سبعة نوفمبر ومعه برشلونة في نفس المجموعة إن شاء الله كل التوفيق للبعثة والأبطال كرة اليد في هذا المنديال باش مانس نتمنى التوفيق ويعني مشوار جديد من مشوار التحدي للألعاب وأنا عايز أقول حاجة بعد أن هنقنا مجلس إدارة الزمالك ما ننساش وده الكلام ده لإدارة النشاط ولفريق كرة اليد أنا رئيس نادي الزمالك ونائب الرئيس من أسرة كرة اليد يعني اهتمامهم هيكون واضع جدا فيجب باستمرار إن إحنا ما نغفلش ولا بمتو ثانية ثانية طيب كمان رجال كرة السلة الفريحة أفوز مهم على مصر للتأمين مساء اليوم ضمن منافسات بطول دور المرتبط المباراة لعبت في صالة سبورتينج وأدى الأهل أداء قوي جدا وأدى معرض قوي كمان فاز فريق شباب المرتبط تحت ضمنتاشر سنة ونجح في تحقيق الفوز على مصر التأمين تلاتة وتسعين خمسة واربعين الفريق الأول كسب واحد وتسعين خمسة واربعين واضح من الأسكور تفوق كبير بصها أستاذ برحيم نتائج فريق كرة السلة السنة دي تشبهني بنتائج كرة القادم البدايات كانت بدايات فيها تدبدو في الأداء وإحنا عادة يعني أغوستي أعوضنا أنه ما يبتديش المطش بمنطال قوة لكن ينهي بمنطال قوة فتكتشف أن المطشات اللي خسرتها يحدث العكس تماما تلاتة ورابع العالم تبتدي بقوة في المطش مع الفريق الصيني تبتدي قوي وفي الآخر ما تقدرش تكمل نفس الشي حتى هنا في الدوري المحلي في البطولة العربية نفس الشي في الدوري المحلي أنت مع فريق سبورتنج حصل لك وكويس قوي قوي الكباد دي بتجي لك بدري لكن تشعر بإيه بقى المهم الاستفاق لما تتابع النتائج لأ النتائج بتدت ترجع لشكلها الحلو الاسكور الكبير مع فرق كل الفرق دي ما كناش بنعمل معها هذا الفرق في النتيجة نرجو أن لعبتنا أيضا كلها تتمتع بالسلامة بإذن الله وترجع لناها موجوع الانتصارات لأن أحيانا التشبع غصب عنك بياخدك للهدوء ده مسألة مهمة جدا طيب بنقول لكابتن بيتسو موسماني ألف سلام عليك بيتسو موسماني الجنوب أفريقي المدير الفن السابق للآلي والمدير الفن الحالي للوحدة الإماراتي أدخل المستشفى في أبوظبي بيعاني من أزمة في التنفس وخضع للعلاج واعتذر عن قيادة مرام فريق مبارح والنهاردة اللي بيستعد لمباراة أعتقد يوم السابت مع نادي عجمان عجمان فيه كمان الفروت بتاعه وليد أزارو أعتقد صديقك بيتسو موسماني اللي قال لك مايفازر طيب بيتسو موسماني وليد أزارو أي بيتسو موسماني يتمنى لك الشفاء طبعا وهو راجل خلاص بقى مصنف أي مصنف في إفريقيا وفي أسيا يعني أهم الأندية وبس النتائج بتاعته في الإمارات بصرف النظر بيهياش أصل النتائج دا مش دائما مدرب لكن هو مصنف يكفي أن يخرج من عندك يروح المهمة معينة مع الأهل السعودي خرج من عندك فانطلق من السعودية إلى الإمارات أصبح مصنف لعف أفريقيا وفي أسيا مش كتير عملوا الكلام دا ألف سلامة يا بيتسو وليد أزارو أستاذ براهيم عشان بنتكلم عشان هنرجع له تاني نحن دائما لا ندرك قيمة ما نملك إلا بعد أن نفقد أذكر أن كل السعوداءات التحليل باعتولة النقد عتولة النقد بمعناهم يعني يطلع وليد جايب جون واتنين ما يتكلمش غير عن الأربع خمس الفرص اللي ضيعه فإذا كنا بالسمرار هنرى النصف الكوب الفارغ ولا نرى الفترة التهديفية بتاعة أزارو محدش يعني بخلاف في لافيو عندما اصطفاق محدش وفليكس في الوقت اللي لعبه لكن محدش عمل النجاح بتاع أزارو ومن ساعة ما مشي جالك حد زيه لا ما جالكش طب النهاردة جمهور بيقول إيه فين أزارو مهما كانش عاجب وهم عانا لأن احنا مشتملي احنا لو أزارو بيجيب الفرص اللي احنا بننتقده عليها كان بقى أحسن فرود في العالم كان بقى لأنه أكتر واحد كان بيروح له جوه أي سرعات عالية هذه ميزة كانت بتخليك على طول عندك أمل وأنا بالنسبة لي الفرود لازم يخلي عندي أمل باستمرار أقرب نموذج لأزارو مع اختلاف بعض الشيء يعني محمد شريف أنا نفسي ما اضعش فرص بس مستحيل مش هتضيع فرص مستحيل وأنا أشوف أننا الفريق الذي يحقق الفرص يبقى عنده حلول نتمنى نعالج دي عشان نقدر نوصل لفريق لا يقاوم بإذن الله ده كلام مهم جدا بيقودنا إلى أولى فقرات حلقة الليلة أم جلد الزاد الآن وقد خرج الأهلي من الدور الأفريقي وتوقفت مسيرة الفريق الأول في التصنيف القاري الأهلي أول التمانية الكبار اللي شاركوا في هذه البطولة تعادل مبارح السلبي مع سانداونز الجنوب أفريقي أوقف مسيرة الأهلي عند هذا الحد ليصعد سانداونز ويسافر إلى ملاقات الوداد المغربي اللي تمكن من إقصاء الترجي بركلات الترجيح بعد ما تبادل الفريقان الفوز واحد صفر كلا بملعبه إنما الحقيقة بعد المباراة ولازالت مستمرة فيه موجات من الغضب الجماهيري على الخروج فيه نوع من جلد الزاد موجود وفيه مسئولية في النقد الزاد المطلوب عشان تكون المسائل كلها موضوعية فأرجو أن يتسع لك أو يتسع الصدر لمناقشة فيها نوع من نقد الزاد أنت عايز الموضوعية؟ واستجلاء الدروس عايز الموضوعية؟ طبعا يبقى علينا أن نحلل دون تبرير لا يسند إلى واقع وأن ننقض دون تحامل يسند إلى غضب إلى هدم الواقع لا أنت غضبان دايماً ترى الحلول فيما لم يفعله الفريق ولا الكوتش يعني دائماً وأنت تقول إيه؟ حتى النهاردة ضربت الجزاء مثلاً اللي ضعت من معلول كان المفروض يشوتها مش عارف إزاي معين لو الجون كان فكر يروح الناحية الثانية كان حقولك رماه في حتة ولعبها في حتة أنا لما تسألني أنا ضد أني لاعب يصنف أنه هو دا اللي يشوت ضربات الجزاء كويس إبه دا أول درس مش عشان معلول عمتاً أنا كان مع هادي خشبة أقول نفس الكلام مع شادي محمد كل الكبتن وعظام دول أقول نفس الكلام لأن فيها فيه قانون الإحتمالات دا قانون رياضي يقولك عندما تفعل الشيء عدد من المرات مهما كانت مهرتك هناك لحظة لابد أن تخفق دا القانون لما ترمي الزهر وأنت عايز مثلاً مش عارب يسموها دبش عايز جارسي هل أنت عارف أنك لما ترمي هتجيب كده لكن لو رميت عشرين مرة هتيجي قانون الإحتمال بقولك ممكن تيجي مرة إذن أنت وأنت تلعب ما تعتمدش على أن الرجل دا بيجيد لأن لما ترجع لماتش السنغال ومصر في كاس الأمم الأفريقية مين اللي أهضر مين محمد صلاح ومين زيزو فيه أحسن من دول بيشوت محلية الأفريقية جاءت لك اللحظة بتاع قانون الإحتمالات طاعت لأن ضربات الجزاء هي فكر بين الحارس واللعب إذا فكروا تفكير واحد بتبقى الصالح الحارس إذا فكروا تفكيرين مختلفين يبقى أن الفروي تضحك على الجود ولا دحك ولا عمل حاجة إلا فيه ناس بقى تعمل تركات وتعمل حاجات ماشي إذن الدرس الأول أنا رأي الاعتماد على أكتر من اللاعب عشان الحارس المرمى كمان يبقى مطلخبة وعشان اللاعب يبقاش عليه لود عندنا بقى ده الناس كلها حط ملفية وحاجة غريبة جدا عبر التاريخ تقريبا داخلين وخارجيا المدافعين هم أصحاب الحظوة في ضربة الجزاء هم باجو ضايع إيطاليا زيكو ضايع البرازيل آآ مرادونا ضايع ما فيش حد ما ضايعش شوف وخصوصا لما بيكون لعيب كبير لأنه بيبقى عايز يعمل حاجة لها طعم مسؤولية وعايز وتلعب كبير هتعملها لي زيك زي غيرك يا لو أنت أشرت النقطة مهمة أنه تثبيت اللاعب خلاص مبدئيا بقى له ستايل معين في التسديد زاوية معينة هو بيبقى في صراعة نفسي على فكرة يثبت ولا يغير حتى لو غير بيغيرها بطريقة هي دي مش زاوية مش زاوية معلول معلول التمال اللي بيحطها ناحة الشمال عادة يعني سبعين في المية وده اللي كان مؤكد في فكرة معلول يعني معلول هو بيلعب أولا جاءت التحليلات حتى في الفقرات التحليلية قبل الماتش في تيرزيون عندنا وده الخبراء قالوا إيه أصل الجون ده برجله اليمين قوية فبيروح ناحية اليمين الكلام ده هو خليني بس آقف عندها شوية هو قيل هذا أنا سمعته من مدرب كبير في تدريب حراس المرمى وأنا بنصح علي معلول أن يلعب في الناحية التانية طيب الكلام ده لما يترجم يبقى معناها أن خلي بالك احتمال علي معلول يغير زاويته ولذلك أنا ما بحبش قبل الماتشاط نتكلم في نواحي فنية طيب خليني في الجزية دي أقول لك ملحوظة فنية قالها كابتن أحمد شوغير بصفته حارس مرمى طبعا كبير دورة أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت يا جماعة أشهر ضربة جزاء ديئت بعض الناس اللي كانوا فاكرين إن الأهل يخرج ضربة أطهر الطاهر لعب الهلال السوداء ومحمد هاني ومحمد هاني قبليها على طول عشان هي نفس الشيخ لتنين كانوا على نفس الحارس اللي صدها مبارح من علي معلول نفس الحارس اللي صده كورة أطهر الطاهر بالمناسبة تعرض لحملة شعواء جدا من جماهير الهلال ومن مسؤولين نادي الهلال إلى درجة إنه في اليومين الأخيرين تم فسخ التعاقد معاه ولسه له فلوسه عند إدارة نادي الهلال ودخل في مشاكل من يوم الضربة دي محمد هاني قبلها نفس الحارس صد نفس الضربة سيمبة التنزاني الحارس بتاعه صد نفس حارس صد نفس الضربة من لعب سيمبة تلت ضربات جزاء يصدهم نفس الحارس أربعة محمد هاني وأطهر الطاهر وعلي معلول الرابعة بس اللي أنا أصده قبل كرة علي معلول ملاحظة الكابتن شوير كحارس مرمى إنه التلت ضربات تسدده في الارتفاع البسيط وهو شايف إنه الحارس لقصر القامة بتاعته تحركاته في الكور اللي هي فوق مش ارتفاع عالي ومش أرضية زحيفة بيتعامل معاه كويس وقال إنه التكنيك بتاع الحارس في الثلت ضربات جزاء اللي صدوهم تقريبا من نفس الارتفاع المتوسط أو المنخفض اللي علي شاد بهم بارح ده خلينا نقول مع الجزئية اللي انت لحظتها بتاعت ضرورة تعدد اللعيبة اللي بتشوت ضرورة دراسة الحارس وقدراته لأنه حارس عنده ثوابق في الصد وكنا مؤهلين أو فيه احتمال برضو بنظرية الاحتمالات إن احنا نلعب ركلات ترجيح فبالتالي هيتشطع لي كتير شوفوا أستاذ إبراهيم بشكل عام مش الحارس ده الكورة اللي على ارتفاع من خمسين سنتي لمتر أو أقل دي أسهل كورة الكورة الزحيفة الأرضية حتى لو الحارس بيروح لها لو بعيدة ما بيقدرش يجيبها الكورة اللي فوق الحارس ما بيقدرش يجيبها بس الكورة اللي فوق فيها عبق بيخافوا منها لأنها نسبة اخضارها عالية جدا إنها تطلع فوق العرضة تطلع غير متقنة يعني هي لعبة مش مضمونة قوي فكله بيلجأ للعبة دي أكتر لعبة بتبقى سهلة على الفرود إيه هي الارتفاع ده ولذلك معظم الحراس بيجيبوها يعني هات لجون تقريبا جاب كورة زحيفة مش هتلاقي إلا اللي بتبقى في محيطه طيب الدرس الأول مهم تعدد اللعبة اللي بتشوت مش معنى كده إن أنا صح ماشي ماشي فاتي يعني بزبط لا من الدروس بس أنا طول عمري أنا طول عمري أقول إيه وما تخليش اللعيب اللي هو عايز يسبت حاجة يشوت آه عنده صراع نفسي آه ليه ما تخلص عليه ليه لعيب جاي من مشاكل أروح مديله دي آه لو جات على الفاكرة لو جات ما بياخدش كريدت لأنه بتبقى طبيعي الطبيعي المنطقي لو ضعت بقى بيضيع معاه آه فاهمني مم فما فيهاش نوع من أنواع الدعم آي آه نمرة اتنين آه أنا الماتش اللي فات هناك قلتلك إيه قلتلك أنا ماتشين سيمبا ما أزعجنيش قوي لأن تفوقنا كان واضح آه وكان عيب إن إحنا من ما نكسبش ما نكسبش الماتشين آه وكنت أرى إنه سوق بغت ما يكررش كتير يعني وخفت على الماتش العودة إنه يبقى ده مستوانة خاصة بالصلف بتاع المدرب بتاع جنوب أفريقيا فكنت نفسي أقول يكسب الماتش ده لكن الأداء بتاعنا لا مختلف تماما 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 وفعلا اليوم ده يعني الجمهور ولا أروع صحيح حضور ولا أجمل صحيح تشجيع والزعوب العد بين بين أشقائنا اللي عايزين كل الدعم دون أن ينسوا فريقهم اللي في الملعب والعكس أي ولا أجمل ولا أروع لم يهدقوا لحظة إذن الجمهور عمل اللي طلبنا منه تماما التحكيم حتى لو قلت إنه كان ليا وكان ليا هو الأفضل في الأربع ماتشاط لأنه أولا وأخيرا ادى لك ضرب الجزاء مبكرة إذن هو يعني اليوم بقى ماشي إزاي نرجع للعنصر طيب فريقك تقاعص لا أنا أتحدث الأول لأخدها واحدة واحدة بداية هائلة ناس مستوعبة إن هي نازلة لا تأكد نفسها والدفع من أجل فرقتها لم يبخل يبخل أحد بقاطرة حصل للراجل يعني أنا نفسي استغربت إنه يبدأ بأكرم مهما كان لسه جاي ولكن أكرم كان عند الموعد ابتدى بقوطه الضربة اللي كان مريحها إمام عشور عمل شوت مبدع واحد من نجوم المباراة بالشوت الأولان اللي عملوا بالنسبة لتقى وحسين الشحاد سيبك التوفيق وعدم التوفيق بقى لكن لم يدخل أي جهد وكان في خطورة دهمة على المربى الفرص كتير إيه اللي كان ضدك في الشوت ده التوفيق لأنك إنت ثلاث كورة في العرضة منهم كورة زي البلياردو الشوتة في خطة في رجل أو في رد فعل تلقائي من كهرامة تروح في العرضة تتكرر الكورة دي قبليها بماتش لما بيرسي تاو وقعت الكورة من يد الجون وزقها في العرضة الكورة وقت من يد الجون تلت أو أربع مرات وفي كل مرة لما ترجع ما تروحش غير لحد إيه ما مدافع إيه ما ترجع للجون ودي ما بتحصلش كتير يعني إحنا بنشوف غالبا لما كورة بترجع وخصوصا في تواجد فرودة الأله كانوا موجودين يعني مش مطنشين كانوا موجودين كهرباء ومودست يعني كانوا موجودين بس التروح كده و التروح كده كان تيجي الدنيا كانت وعدين تقيم عانا في التأكيد إن اليوم ده واخد منك موقف إصابة ريدا سليم بعد ما نزل بدقيقة الشوت التاني إنت عملت في المباراة دي من كتر الحرص إنك تخلصها بدري أضغط كل أرجاء الملعب بالشكل الجماعي اللي إحنا بنطلوبه من الفرقة والتضح اللعيبة عايزة وعملوه بشكل متناغم وفيه تعاون مفوش لحظة سهيانة بس تم السهلكهم تم السهلكهم وهنا خطورة إنك ما تخلص وإنت كويس فالشوت التاني طبعا كل الشوت ما بيعد برضو سانت داونز إحنا بنتكلم على فرقة فعمة قدروا يقفوا على رجلهم أكتر إنت ثقتك في نفسك بقت أقل بقى فيه رعونة شوية ما بقاش فيه التفوق اللي إنت شايفه جيت تغير حصل لك سوق البخت فيه ناس بقى تقول لك أصل كولر بيغير متأخر ولا ما يغير في ديئة حاجة وستين دا مش متأخر قوي يعني ما أنت عندك نص ساعة ولا عندك يعني بيبقى أنا أعصد أقول إيه لو الدنيا عايزة تمشي هي الريشة بقى اللي بتطب هنا ولا تطب هنا ليه مش عايزة تمشي خليني أقول لك في سياق برضو الحديث فيه اختلاف كبير بين الأداف الشوت الأول على الشوت التاني ودي حالة استمرت يعني دي مش أول مباراة الأهلي مستوى الشوت التاني أقل بكتير من الشوت الأول لا وحيان كتير العكس لا انت تقدر تقول الظاهرة 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 أستاذ براهيم ما بتديش الشوتين زي بعض دي مؤكدة السنادي من بدايته الشوت التاني باستمرار طب دي فراجة بتشاور لك على إيه المعدل البدني محتاج مراجعة إذا مش مراجعة رقمك العبرة أنك تمام تمام المستوى البدني بتاعك يجي لك في لحظة المنافسة فتجد القليلين اللي هو أرقامهم بتترجم باستمرار زي بولت مثلا ده حاجة خارقة كارل أوس ده حاجة خارقة جون بيون بتاع الوال حاجة خارقة لكن الحاجات اللي فيها كومبيوتشن أو منافسة هي عرضة على حالتك يوم المتش عاملة إزاي عشان تبقى حالتك كده بيجي يقول لك إنت عايز توصل للقمة إمتى بس إنت أول ما توصل للقمة هيبدأ بعدها الهبوط فلو جلقت القمة متقاربة مستحيل تحافظ على نفس التفوق ونفس العامل البدني بس جات المباراة وإنت شرط الأول كويس ما خلصت ما نبقى محنات أنا وجهة نظري أي وقت بعض الناس اتفقت معي في بعض الناس لا لأن البديل البديل إيه إنك إنت أهملت أنا ما كنت شايف إن في حد عايز يمي في المتش ده خالص لكن أقدر أقول لك لأول مرة لأول مرة أشوف كولر عصبي سواء في الملعب أو في المؤتمر وشه أنا كنت ترعب ويقول لك القاتل مبتسك غابت عنه البسم حس بقى يا مداني دهرها كده ليه هو إيه اللي بيحصل ده طم أنا بعمل هو الناس بتوصل ده هو من المتش اللي هناك على فكرة يعني اللحظة دي أو الشكل اللي انت شفته لأ هناك كان عنده سبب يخاف كان الأداء مش حلو يعني أنت ما أبوص أستاذ براهيم ده دخل فيه جول من شوطة من برا 18 لكن الموقف ده جاه عليك كم مرة 4-5 مرات فيبقى أنت كان عندك عجزا أنك تسد الحتة دي ودي مسألة سهلة مش صعبة أنك تسدها لأن هي مش عايزة أكتر من التمركزات ما كناش هدير نتمركز لأسباب بدني قد يكون فيها جزء نفسي والجزء النفسي بأثر على الجزء البدني ده حتما طبعا إحنا وإحنا بنقول الكلام ده بنقول وإحنا عايزين ننبه إلى شيء متضيقين أنا واحد من ناس متنكد من مبارع لحد النهاردة لإن المسألة كانت قريبة جدا وسهلة على فكرة شوطر أول لو والبنالة جاءت لسلاتة والله سانداونز في النسخة دي ما كويس عيو عيو مش كويس إحنا عملين وعملين بقى إيه أما نزعل من نفسنا ما نستحقش هو اللي استحق دي بأمارة إيه استحق طب ما تخلينا أسألك في الجزئية دي مهمة جدا لأنه ممكن بعمق اللي أنت بتقوله أنه التهويل الجامد من قوة سانداونز قبل المباراة أثرت عليك سلبا وخلقت له قيمة ما كانت موجودة في أرض المالحة لا هو كانت موجودة بنسبة في الخلفية بتاعت السنة اللي فاتت إنت جاي من هزيمة مرعبة السنة اللي فاتت بس ما تنساش أنه جبت الجولين وضع منك الجولين هنا لكن أسباب أن الجوان جاءت أنه شاط عليك كورتين لا يمكن يعني يلبسوا بالمنظر ده لكن أنت وانت رايح حطك في نفس الظروف الضغطة يعني أنا استغربت جدا من اللوع بتاع المدرب ويقولك إيه إحنا طلبنا تغيير المعاد وهم طلبوا تغيير المعاد إحنا ما طلبناش تغيير المعاد إحنا قلنا مش منطق نلعب الضغر فأنت تقولي طب أنت ماتشك تلعبه بالليل بس ماتش تلعبه الضغر يعني عملت إيه أنا كان أحسن ألعب بينك بالليل وألعب عند الضغر ماتشك 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 على حساب غيرك وأنا عايز أقول إتحاد الإفريق أو الإتحاد الدولي لأ ماتش هلعب الضغر أبد هتقولي فرق بتلعب الضغر ما ينفع خصوصا في المناطق الحرة حتى لو كان في أوروبا بيقدر يلعب العصر وأنا ما بشوف هش كتير يعني يلعب الضغر كتير فق أوروبا بس مناخات مختلفة مناخات ده اللي عايز أقوله مناخات مختلفة والدنيا بتلاقي لعندهم السعكاب يعني هو ما عندوش مشكلة نلعب العصر أو الضغر وبعدين كويس أول لو نلعب الضغر نلعب كلنا الضغر بقى ما نلعب الضغر طيب سؤال تاني إذا إنت ما كنتش في الظروف كويس هناك وقديت أداء سيق يقلق لما جيت هنا يحسب لك أنك ما استسلمت للحالة السلبية اللي كنت فيها ولكن أيضا هو في إيه إيه حكاية الفرص اللي عملا الضغر قبل مجل الفرص بجانب حاصل نوع من التهويل لقوة سانداونز خلقت زي ما أنت قلت في الخلفية ضغط عصبي لكن كمان بالنتيجة كمان هو مش تهويل من فراغ استنادا على النتيجة الخامسة جاية الانشغال بحتة التوقيت والمعاد ياخد شوية من التركيز طبعا ولذلك أنا خد من ما يتقرر ارتضي قلت لك السنة اللي فاتت من الوداد وعشان كده ربنا بيخليك مركز وطور ما تشغل بالك بحاجة إلعب في أصعب الظروف خلاص واللي يتقرر لفزيزيو وتحكم حيبقى ضدك ومش عارف حيبقى ضدك والجمهور ما تلعب إذن تكسير كل حاجة تشغلك لكلام في طاقس ولا كلام بس ده مشروط بحاجة أستاذ برايب إنك كمان تلعب وجمهورك ما يسحبش منك الثقة مجيش ولك مليش دعوة طول ما أنا عامل العلية أخذ الدعم ما بتدينيش الدعم عشان أنا بكسبك أو ببقى في حالة من التقلق الواضح جدا طب ما هنا مش حفظ المتقلق مش حك الواضح جدا تعال نتكلم هو مين العناصر التي كانت مرجحة لك السنة اللي فاتت شناوي هاني محمد عبد المنعم كهربا مروان عطية حسين الشحات كهربا بيرسيتاو تقص ها ها ما أنا قلت ايه بيتسو بيتسو موسيقى بيرسيتاو علي معلود سبعة ثم جاء وكان معام حمد يفتح ولكن جاء الحقيقة مام عشور كان إضافة سنة كان إضافة حلوة جدا هاي طيب هو هو مش من سوق البخت إن الشهر دا مش السنة دي وليه بقولك الشهر دا لأن فيه ستة من اللي أنا ذكرتهم دول في أحسن في أحسن من رشحين لأحسن لها في أفريقي هاي يعني أنت عندك الشنة وعندك هاني وعندك محمد عمينة وعندك الشحات وعندك برسيتاو وعندك علي معلود ستة متر الشحين يبقى طول السنة لآخر مشاركات شهر اللي فات دا بس ابتدى الأداء يهتز بتاعهم توقيت اهتزاز أداءهم ما كانش يناسبنا لأنه دا توقيت حاسمه بطلطين مهمين جدا طيب دخلت أنت في جزئية اهدار الفرص لأنه أنا لما ألاقي قبل سنبا خلاص بقى الأهلي مكسابه في مطشاته المحلية هي في سكور يا تلاتة يا أربعة لدرجة أنه خالد الجوادي المترجم قال لك أنا قلت المرسل كولر ما كفاية كده تلات أربعات نكمل أربعات كفاية تلاتات أهله لا يعني تلاتة كويس إذن الثابت أن أنت بتسجل كتير كانت الملاحظة بشمنس حاجتين أنت طول ما كانت الأجنحة بتاعتك بتسجل يعني بيرسته وهدف حسين الشحات بيسجل كتير في شوتينج من بره برضو بيسجل ما فيش كلام كتير على نقص رأس الحربة حتى لو كهرباء ما سجلش بدأت الأزمة تبان أو المشكلة تبان في غياب رأس الحربة اللي وفقا للمواصفات اللي الناس عايزاها تبان لما الأجنحة تعطلت عن التسجيل ولما الشوتينج من بره قال لقوي فبدأت تدور على مين اللي جيبوا الجون ولما الأجنحة تعطلت أيضا عن الكور العرضية المؤسرة ما أستاذ إبراهيم هو رأس الحربة ده بالمعنى التقليدي بتاعه اللي هو مش على مستوى العالم موجود كل الناس بتيجي من تحت النهاردة رأس الحربة ده هيلعب ازاي هيلعب لو فيه مساحات هيعتمد على اللون باس والسرو باس من العمق لو فيه تكدس يبقى مفيش حل غير الأجنحة والكور العرضية مفيش رأس حربة لا صلاح محسن ولا شادي ولا شريف ولا أخيرا مودست وحكلم على مودست بيلاقي هذا الكلام بس فيه فيه واحد تاني بيقدر يسقط عنده حلول زي محمد شريف زي كهربا لان دول لعبوا المركزين هما في الأصل جناح جناح ويقدروا وتم توظيفهم رأس حربة بيقدروا يحلوا الاشكالية دي طيب الناس عمالة تقول انت عمال فشلت تجيب رأس حربة أنا هاجل الموضوع مودست ورأس الحربة بس أنا بتكلم معاك في جزئية ايه الفرق بين ان أنا أكون بسجل كتير واخد تلاتات واربعات ثم أدخل بطولة زي الدور الأفريقي مع سيمبا ألاقي فيه شح في التسجيل في الدور الأفريقي وفيه فرص كتيرة بالضيئة المقارنة باللتنين الليفل بتاع المنافسة والضغط والمطلوب منك خلي بالك خسرتك أمام التحاد العاصمة مؤثرة هزة انت لو كنت كسبتك وانت دخلت المطولة دي مرتاح إنما انت عايز ايه تثبت وتلحق كل هزي بتخليك في نوع من الوفاق وفاق الصيف ده التحاد العاصمة ها التحاد العاصمة هو اه مال وفاق ايه ما أنا قلت التحاد العاصمة لا بقولك ضغطات ضغطات أنا سمعتها وفاق لا لا عملوا ضغطات لا والتحاد العاصمة كان بطل لكون فدرالية اي بطل ده هو كسب فرق مهمة جدا اي وانا قلت قبلها كده يعني ما ناخدهاش كده يعني اهو ده مثلا النموذج لو ها لو التحكيم كان عادي زي الآخر ماتش ده كنت انت عديت الماتش ده يعني حاجة غريبة بيحصل لك حاجات غريبة انت لكن في النهاية لو انت بحالتك لح تستنى بقى حكم يتحامل عليك هي دي بقى او يديك حقك ازاي واخد بالك اه لانك هتوبا مخلص ابقى بحالته وليه جاءه بكل العناصر ياريت ده غاية المونة بس هي مش دورات مش دورات كهرباء صاز براهيم اه انا كده حبقى بحالتي يا جماعة يلا بينا اه انا عايز يبقى بحالتي وفي حد مش عايز يبقى بحالته اه ما حاجة بقى بص بقى انا هخش في المطلق انا من الناس احيانا يبقى فيه خلل يسفر عالنجاح مرة كنا بنلعب ماتش احنا وزمالك في الكرة الطيرة في هليوبلس وكان امر علواني كابتن كابات المصروف عزو اتنين اتنين والشوت الخامس 13 اتنين لصالح مين الزمالك الزمالك حصل تغيير اه الفاصل او حصل تغييره من المدرب كان نبيه صلاح طول كده اه وناشئ اه وصلنا كاما 13 13 13 13 او راح المدرب عامل ايه العنازل الخبرة اه خسرنا 15 13 مش بسبب لانا بيه ولا بسبب عمر بسبب ان الميكانيزم ميش في كده التغيير ماشي ويجوز ان الفريق اللي قدامك ما بقاش اطلع ملوكات شايفين وحطهم كده ما بينطوش يعني فيه اسباب تقصد النجاح ماشي انت مش شايف السبب ايه ممكن كل دول انا عندما يكون ثمت نجاح احافظ على المناخ اللي خلق ده اللي خلق ده لان انا مش عارفه جاي منين ممكن يكون جاي من كل جزئية بنسبة بشكل عام طيب انا بقى عندي فريق نجحت بطريقة معينة في التدوير بتاعه والفريق ده سعيدني جدا كافراد في قبول هذا الكلام وكان الكلام كله يقولك ايه اصلي كولر عادل وتحقيق العدالة اصفر عن اللعيبة كلها بتحبه وانا بتدينا نقول هذا الكلام ونقارنه بمانوجسية ونحكي ان العدالة وان الناس كلها عندها فرص وكل واحد بينزل بيكون مؤسر ويعمل مخرجش من الفيلم ده طب دي مسؤولية مين مسؤولية كل الاطراف كل الاطراف اذا كنت انا بعمل حاجة ما غيرهاش اذا كنت انا كالعيب بقى 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 الحاجة افضل قابلها احيانا وانا كجمهور ايضا اذا كنت انا بساند بطريقة معينة ما غيرهاش اي ما انصقش مدام نتيجتها واضحة عندي مش عايز انصق ورا ناس مع كل هزيمة هتقول كده ايوه وخلي بالك اول هزيمة لك انت في الدوري اخر مبرأة او المبرأة قبل الاخيرة بتاع كبيرامد ايوه وكأن امرا ما قد حدث الدنيا توطرت والدنيا تشدت واللعيبة تخنقت وبقى في حالة انا كل نصيحتي دلوقتي اللي لعبت الكورة اوقف اعتبر الموسم ما ابتداش كولر اعتبر الموسم ما ابتداش ونبتد دلوقتي داخل على وقت مرعب من التحديات والضغوطات داخل على مناخ كلنا بقى نقبل ما هو طالما انا بستمتع بالاشادة اتقبل النقد حتى لو مش في محيله لان ساعة الغضب ما فيش نقد بيبقى في محيله لان احنا بنقول فارق بين النقد وجلد الزاد ايوه احنا بيبت في ناس فازة من يستحق ومن مش عارف لا والله لم يفز من يستحق والله لم يفز من يستحق من يستحق كان يجب ان ينهي المباراة في الشوت الاول هنا زي ما هو عايز وقع احادث هذا طيب انا عايز الفرقة ترجع لتوبها كل احنا مش بنقول الهلي فوق الجميع جماعة هو احنا مؤمنين بالشعار ده ولا ما فيش ما هو اول درجة من درجات النجاح ان تكون صادقا متصقا مع ذاتك متصقا مع ذاتك يعني لا تقول ما لا تعنيه ولا تفعل ما لا تقوله انت بتقول الاهلي فوق الجميع جميع ايه يعني كل واحد عنده حتة يضحي بها شوية يضع مصلحة الاهلي اولا ليه بقى لان في الاخر هتكتشف ان مصلحة الاهلي اولا هتصب عندك انها تبقى مصلحتك انت ثانيا وسالثا واربعا منهزش دي تاني منهزش اسباب التفوق وخلي بالك من نقطة حسيت انا من شهرين بس مش عايز اتكلم فيها وان كنت حلمح لها دلوقتي هتجت كثير من المواقف الدعمة من الناس كنا بنقول مع النوم مش علوية بيقولوا كل ده غير هيغير المكانش غير لانه لقى فرصة مناخ جديد ارجع بقى زي ما كنت وانا بعد قامل قال لي ليه ارجع تاني كما كنت وحتيجي النماذج اللي اقولك زي فلان دلوقتي دلوقتي ها طيب هنطلع لفاصل لكن بعد الفاصل هسألك السؤال الصعب بعد الفاصل وهو بيتعثر عن تحقيق بطولة مهمة بالنسباله هو المصنف الاول فيها فهو لا يغد الطرف ابدا ومسئولوه ابدا لا يغفلوا الاسباب والدروس اللي قدت لداء في نوع من نقد الزاد بشكل موضوعي جدا وقراءة نأمل ان تكون امينة وموضوعية فعلا في الوقوف على اسباب ما حدث حتى لا يتكرر بسهولة وده كلام مهم جدا لان هذه قضية هتراحها مع المواندس عدلي باهتمام مش مواندس في سياق كلامك وتعديد الظروف من الناحية البدنية للناحية النفسية للناحية المعنوية حتى الاحوال العامة اللي احاطت بالفريق اشرت الى مودست وقلت عندي كلام عنه لا انا بتكلم ايه ايوه انت جايب لعيب ايوه مصنف ما نقدرش نقول انه مجهول في المواصفات المطلوبة وجاي من دوري تالت دوري على مصال العالم طيب انا وجهة نظري التي لا لا ادعي انها افضل لا لها قيمة لا لها قيمة بس ما لا ادعي انها لازم يكون الصح ايوه انا بخاف على اللعيب الجديد من سرعة تقديمه الا اذا كان نجله في الملعب ايوه الا اذا كان جاهز ومش كل لعيب يعني افكرك بواليا اه وولتر بواليا وولتر بواليا كان في نادي الجونة متوهج متوهج ايه 11 الجونة في روند فضور ايوه ولذا الجينتة جبته من مصر هنا دفعت فيه مبلغ قد كده ام لان اختبره وشايفه انا وكان محمد شريف وقتها هدافت دوري السنان اللي فاتت ام مش معنى ان انا جايب لاعب عشان متوسم ان هو حيسديلي المكان ده بطريقة تانية اني لازم هزوقه بسرعة دي مدارس بقى دي مدارس تقصد قرار اعتقد مسماني وقتها وقتها المدارس قعد شريف وقعد ولعب واليا الخطورة لو لو اللعب ده اللعب تلات مطشاط حيخش في مقارنة معه انت تقعب هدافت دوري وتلاعب ده وده اللي حصل فدخل في دايلمة عدم السق فهي بواليا دخل هربت بدري منه النهارده مودست جاي مش جاهز ربما اراد لانه انت متعقد معه سانا هو عايز يشوفه بسرعة وعايز ومتوسم فيه ان بأي 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 مقياس من المقياس بعنصر الخبرة انه ممكن كان يكسبك وعلى فكرة كان وارد جدا انه كسبك اي ماتش من اللي فاته دو ولكن يعني اذا لم يوفق الحسابات التانية زي ضربة الجزاء هو انا اللعيب اللي عايز اقدمه الصورة عشان نخش في قلوب الناس احمله مسئولية ضربة جزاء ولا خليها تجنبها مدرستين واحد يقول لك ما هو لو جابت ضربة دي الناس هتتفاقل به وهتفرح به طب الله ضايحة وده وارد الرهان هنا مش النسبة كام الرهان على النتائج لو ضاعت النتائج هتبقى اسوأ مما لو احرزت وهذه رؤية واحد ايده في المية مش في النار ولذلك برضو مش عايزين الناس تضغط في حتة لان انا نلاحظ ان حتى يعني لعيبة بيحبوا الاهلي وانتسبوا الى الاهلي وعايزين خير للاهلي بتاع بينجارفوا ساعات في هذا الاتجاه يعني معني الناس سأل سؤال لمودس ده وقف على حيل وفاء هنستفيد ولا لا طيب هل حيفوق بالهجوم عليه ولا بالدعم 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 تنصح انت بقى انه ايه ينزل والفرقة فيقة ينزل بعد شوية لما يجهز ده مواضيع كتير من حقينا نتكلم في دي لكن انك انت تنتقدوا لذاته لا ماينفعش ولا ينتقد مين اللي جابه مين اللي جابه جابه برؤية اللي اختاره هو كان شايف انا عايز الموصفات دي ودائما مش كل لعيب حتى على يعني يجي يقول لك لازم بقى يعيد حساباته في الأجانب سحبوا الثقة في كل الأجانب معني كل الأجانب اللي جم نجحوا مع ده مركز راس الحرب وعلى فكرة ما قدرش يقول فشله يعني أظهره كان ناجح باجي كان ممكن ينجح جدا 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 لو كان استنينا عليه حتى برونو سابيو قبل ما جينا كان عامل وشوف لما مش دلوقتي عامل ايه عامل ايه دلوقتي مش كواس جدا فالنما فكرة انك انت هتوقع تقيم باللحظة لان احنا دايما نحط حجم الطوق لذلك انا اخشى ان مهما جبنا من فراودة اذا ما جاش اشتغل على طول طيب في الجزئية دات بتاعت الفروت خلينا اقف معك عند ملاحظة لان هي برضو متكررة وده السؤال المهم والصعب فيه كل اللي انت عددتهم من رؤوس الحرب اللي جم وما استمروش بلاش لم يوفقو اختيارات المدير الفني سواء مين اللي بيمشي بس سواء اختيارات او مين اللي بييجي لا هو اختيارات لل السابق كويس فييجي الجديد عايز الواحد بمصافات تخص اه يعني انا مثلا لما انت ذكرت في البداية اولهم وليد ازارو المهاجم المغربي اللي لما جيه مثلا واحد زي ريني فيلر قال لك مش عايز فاستجابت الرغبة المدرب ومشيت وليد ازارو ماشي انا اكمل لك فيلر طلب اليوباجي جبتله اليوباجي فيلر نفسه ماكملش بعد ظروف كورونا ماشي فجيبتش موسماني موسماني اتضح انه حظ العسر لا هو كان عنده كلاش مع اليوباجي حظ العسر باجي في مطر ساندونت انه جيه النادي الاني هو موسماني مع بعض فجيه وراه فانت فاكر لما ولم وموسماني واضح انه ما بينساش فبرضو تقييم شخصي فمش عايز اليوباجي استجبتله وفقا لسياسة الاهل السابتة انك المدير الفني هو صاحب القرار ماشيت اليوباجي نزولا عن رغبة بيتس موسماني جبتله ميكسوني وبرستاو جي كولر مشي طيب هو نفسه ميشي جي كولر قال لك مش عايز ميكسوني بس شوف بقى كل اللي على ماشيان ميكسوني ميكسوني ملوش مكان هو مش جاي فروض حتى هنا الاختيار والتسريح يعني الاستغناء والضم دي رؤية المدير الفني بس ما عند المدير الفني نفسه ما بيكمل شي او قناعاته بيدخلها الهوى هي صعبة هي صعبة هو يعني لازم اللي اختار المدير الفني ما ما نتفقش عليه واللي نختار ما نتفقش عليه مدير الفني ما يبقى مرة بالاتفاقات العامة نوصل لتوافق وهو ده اللي حصل وقت جوسي اختار ناس وبعدين تناقش فيهم اختار ناس وما وفقوش واختار مع الادارة ناس ووفقة جدا يعني مش ضروري كل اختيارات الشخص سليمة 100% هي مش سليمة هو بيبقى عايز مواصف برايب هو الراجل بيمر بطريقة معينة طب الفرقة بتاعتك عشان تلعب بالطريقة دي عايزة وقت عالما الفرود اللي انت جايبه ده يعش مع الطريقة يكون خلص تقصد المدرب بيختار له مواصفات طريقة وهو طبعا اللي عايز يلعب بيها الفرقة ما عندكش طرف بقى ان الفرود ده يعني انت قال لك فرود ده مش متوقع انهم يكمله يعني في ناس كتير اما كوش رجيه قالوا ايه كوش رجي ده فرود مرعب مرعب صحيح علاء كان بتدق منه وخصوصا في المطش بتاع اله كان مش عارف الهلال ولا الاتحاد ولا ايه بتاع هو حسام غالي والرد تعالينا بجون ما عارفوش انسوه قالوا لكن فرود موهوب 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 صحيح ومتمكن جدا اي فانت الفراو ده انت يعني يعني محتاجة صبر مختلف وبعدين احنا برضو كان عندنا اللي كان عنده بلال واللي كان عنده بيبو بلال وبيبو ومتعب وفضل وكوشري واحمد فليكس وفلافيو تاريخيا رأس الحربة وحرص المرمى حتى دوليين الاهلي عندنا فرودة او ناس محترفة برا اي فانت لا مفيش حاجة اسمها اختيارات الاهلي في الاجانب الله هوا وحن ما اخترنا حدا حدا الفيروت التي وانت بدر بنون بدر بنون بدر بنون whether si معلول שה inst حدا هدش يجي يقول لي علي معلوم في خلاف عليه. لا او لا او لا او لا. في خلاف عليه لعدة سليم. في حد خلاف عليه. في حد خلاف عليه. يجي لأ لعيب وص دوت. يجي لعيب اللاي بواليا. الظروف ما تخدمهوش. بواليا كل المشارات كانوا بتقولوا لازم ينجح معنا لا نجحش. والباقي انا نقشنا. بمناسبة. طيب انا هجيب فروت تاني لما جابش اول ماتشين جولين حيتالعلي نفس الكلام مش مسألة تدفع كاب الناس ده وصلت ان النادي القالي المسألة مسألة مبالغ هو انت مبالغ فين هي المسألة بس ان انا مع ده يبقى فيه رأي توافقي بين فيه رأي وفيه كمان احنا عندنا يعني يعني فيليكس ما جيه ما لعبش على طول دومونيك لما جالنا ملعبش على طول والاثنين بمع اتنين مداربين مختلفين وحققوا نجاح جدا اذا توقيت الدفع باللعب الجديد نقطة فاصلة مهي ما دارس فيه واحد يقول لك انا جايب لعيب بقى نعرفه بالذات كمان الصمودست انت جايبه سنة واحدة سنة بمصفات معينة بس انت لسه في رقيتك ما تعدلتش عشان تديني الكورة دي يعني حتى التوقيت اللي دخل فيه الفري مش احسن حاجة مش احسن مش احسن حاجة ما في الدوري كان احسن حاجة لسه ما تطبعش بالطريقة اللي تحط لك الكورة اللي ممكن لكن انت بتحسبها ازاي بقى ما انا اقول لك انا ما بينطش اعلى حاجة مش جاهز بدلية مش جاهز تدخلاته مش بالحدة اللي تخليك تشعر ان ده فرود انت بتشوف مثلا مابلولو بتشوف ايه ميكا بتشوف مش عارف ايه ناس بتطير وبتعمل هو مش الستايل ده هو راجل طويل ويعملها كده عاجة عاملها كده عاجة وما فيش اوفر بيت عامل طيب في جزئة المهاجمين ميستر كولر قال ملحوظة على ضياع الفرص قال الفريق اللعبة غابت عنهم الشراسة الكافية الشراسة في التعامل مع الفرص مش الشراسة الدقة المصحوبة بالحسن الحدة يعني ايه وده اللي انا قلتقولك في الانفراد ده قرار صعب فانا افضل انك دايما انتم عندك رؤية يعني انت لما تحطات شب وما ديش جون يعني بيرسي تاو الكرة اللي جات في العرضة في بطن العرضة دي انا مع قراره لانه اللي خط قرار تاني وخبطت في صدر الجون حكونا هنزعل منه هو فاكر يلعبها في سقف الجون وخلي بالك ان التفكير والتنفيذ بيبقى مرتبطين بفركش ساكن جو مع شقفيتمو ثانية المخ بيترجم والعضلات بتنفذ في لحظتها في التوقيت التلاتة لازم يوبوا مع بعض لان انت ممكن تيجي التوقيت يخونك تيجي في قصبت رجلك مش في بطن رجلك يضيع الجون فانا فكرة بس ما تلعبها عندك تصور ما عنديش منع انها يتيجي ما تجيش لكن تلعبها انا بختك يا ابو بخيت بدأ منها او دا تتكلم في الفنيات دا انا تتكلم في الفنيات اللي هي كابتن حسن حمد ربنا يشفيه وعفية رب عمل جراحة بسيطة بنقول له الله الحمد لله على السلام لا سلامته قلب سلام انا افتكرت كابتن حسن في كلمة انت تتكلم في الفنيات لا في اللاجنة الكوره كانت ما اللي يقولي كده قيع عible على الفنيات طيب مع ان اننا عمري متكلمتي في الفنيات انا كنت اقول له Filter اللعب سريعة اللعب قوي اللعب هير اللعب هيدر دي معصفات قلت له الده الناس على قوة بتتكلم في الفنيات قلت له كابتن الفنيات الا انا متكلمش فيها دعوا اللي ق?, ها ويتكلموا وقل على فكرة بقولوا حاجات احسن منee 87 بعد هاي التفصيصة من النقد الذاتي لأحوال الفريق وأسباب الخروج من كل النواحة اللي انتوا سمعتوها من الموانس عدلي بخبراته لا بس أنا عايز أقول حاجة بقى في النهاية هل الفريق يملك عناصر التفوق إيه رأيك يملك جدا عشان يطلق هذه العناصر مطلوب إيه طيب أول حاجة لازم أن الأهل يستعيدها الهدوء الهدوء الشديد جدا لأنه دايلاما بتاعت الدور الأفريقي بالمباريات المضغوطة وبالفلوس والبطولة جايزتها كام والناس يعني فيه حدوت تحدي بدري قوي دخلنا فيه بدري قوي مستر كولر لما تكلم على الشراسة هو عنده ثقة كبيرة جدا في لعيبة الأهلي ولعيبة الأهلي الجمهور عنده ثقة كبيرة فيهم بس فيه ثلاث أربع نقط مهمين جدا في الجزئية دي الجزئية الأولى أنه نفس اللعيبة لما كان مستر كولر بيعمل الروتيشن أو التدوير كان بيلاء العناصر البديلة اللي بتنزل هي نفس العناصر اللي موجودة في الملعب لدرجة أن كل استوديوهات التحليل كان بتقول الرجل موصلنا لدرجة ما نعرفش تشكيل الأهلي ممكن يبقى أمين وكان يقولوا إيه عشان إيه العدالة الرجل عادل وبالتالي العنصر اللي بيلعب بديل أنت بتحسوا أنه أساسي هم هم دولة يقول لك غابة العدالة نفس الأصوات اللي كانت بتشيد بعدالة كولر هي للفترة الأخيرة بدأت تتهموا فيها ربما عندهم جزء من الحق أنه شايفين المناخ العام في بعض المشاكل المصارى ومعلوماتهم بتبقى برضو محدودة لأنه ييجي يقول لك فلان فلان خرج هو فلان خرج من التشكيل أو خرج من قايمة المباراة بناء على رؤية فنية الرجل شايفها في التدريبات فلما بيدي لاعب فرصة للمشاركة ده من واقع التدريبات مش من واقع لحب ولا كرة دي نقطة مهمة جدا فأنت محتاج رقم واحد الفريه يستعيد هدوءه ووحدته الفريه يحتاج حماية كافية ليه؟ وأنا هنا بعني دي على وجه التحديد الفترة الأخيرة حصل انتخاب لمجلس إدارة جديد في نادي الزمالك مش غايب على حد أنه عدد كبير من البرامج الرياضية ميلها وأهواء القائمين عليها مش مع النادي الأهلي حتلاقوا فيه رغبة واضحة وصريحة في برامج في الإزاعة وبرامج الإزاعة تحديداً وفي التلفزيون في قانوات برضو كتيرة رغبة في تهيئة المسرح لفريق الزمالك أهلاً بكل منافس من المؤكد أنه في زمالك قوى هيبى فيه أهل قوي وفي بقية الفرق تاخد فرصها أنها يتمارس حقها في القوة لكن للأسف فيه توجهات لدى البعض أنك عشان توقف الزمالك على المسرح الجديد لازم أن تنزل للأهل من على المسرح وأنا هقول لك وهقولك على وجه التحديد ده باشمهندس أول من النتيجة حصلت وبعد المواب وراه السلبية اللي الأهل اخسرها فيه ساندونز برامج بعينها قالوا معانا فلان فلان ده لعب سابق كابتن من كباتن النادي الأهلي الناس اللي فاهم إعلام عارفة أنه فيه حاجة اسمها المسؤولية الانتقائية يعني أنا عايز أجامل للنادي الأهلي ومش هنفع أطلع أقول جامل فأتصل بسين لأنه مصنف الندى رجل هيقول كلمتين حلوين عن نادي الأهلي إذن أنا انتقيته بما يحقق الغرض بتاعي أنا طب أنا عايز أكسر في النادي الأهلي واستغل الفرصة عندي فلان وسين وصاد وعن ودل من المعارضين أو أصحاب الرؤية المختلفة أو الغضبانين من الأهلي أو لليه موجة نظر غضبة عشان يدخل يجرح ويكسر عشان أستغل الفرصة على فكرة ده موجود ولو أنتو طبعا كل الناس متابعة وشايفة وعارفة أن فيه أصوات طول ما الأهلي كويس الأصوات دي سكتة ولو قالت كلمة إشادة بالمسؤولين في الأهلي أو بالجهاز أو باللعيبة هتقولها باستحياء إلى أن يحدث أي ضرب أو أي تعصر زي اللي حصل هتلاقوا على طول بدأت تتوسع لها مساحات تتفتح لها البرامج أنه معنا الكابتن فلان الفلاني وكل واحد يتكلم أنا من واقع حبي للنادي الأهلي مع أن حبه للنادي الأهلي المفترض بيفرض على الجميع أن أنت تبقى مع الأهلي في المرة قبل الحلوة وأعتقد دي ثقافة الجمهور كمان الأهلي هو كويس مش محتاج حد جامله لكن لما يبقى عنده تعصر أعتقد يضيره جدا أنه يتكسر فيه نقد آه مطلوب نقد بس نقد لا يهمل أسباب التفوق لأنه ما ينفعش المدرب اللي كان لغاية أسبوع فات عبقري وبرافو واللعيبة برافو فجأة بقت كل حاجة سلبية وسيئة جدا وإساءات شديدة الهدف منها زي مولتلكو تكسر في الفرقة تنزل للأهلي من على المسرح الكروي عشان تركب حد جديد ده حتلاقوه بارز أول يومين الجايين إزاي الأهلي يحط فيه الوستوب بعد الدوري الأفريقي ويبدأ صفحة جديدة لأنه عنده الدوري بمباريات مضغوطة طب أنت رصدت بس النجوم الأهلي اللي هم يعني لأنه هم اللي عليهم مسئولية بس فيه ناس تانية كنا بينشيد بموقفهم الحيادية ورؤيتهم الموضوعية من شهرين خدوا سيكة تانية خالص بدري بدري كده بدتوا هيعوا نفسهم للعودة إلى دائرة الدائرة اللي أنت بتتكلم عليها دي فالنتائج سمحت له ففرصة بقى عشان أنا كنت أشدت بالقالة فترة كده فحيبتدي يقولون أنت قلبت أهلاوي لا ده أنا بقول لكم لأ هذه الأهلاوي أنا عمال بديله عمال بديله عمال بديله طيب فهي فكرة أنك أنت تنقل العناصر اللي أنت بتتحول وفقا للظرف دلوقتي دي مسألة كتيرة جدا وموجودة بس أي واحد فيما هيتكلم هيقولك ما أنا بتكلم بناء على واقع موجود قدامي لكن المسئولية الحقيقية على الناس اللي هم أبناء النادي الأهلي لهم وجهات نظر تختلف معها أو تحترم أنت حر لكن أنت في الأول وفي الآخر أي ناقد أي محلل بتقدم رؤية خليها رؤية في الحدث مش في المعنى نفسه أعتقد دي مسألة مهمة جدا جدا المهندس عبد العمال يسألني عشان أنا أقول خالد ديومي هو يعني أنا أقولك خالد ديومي خالد ديومي الأستاذ خالد ديومي رأيه في المطلق أن الأهلي عمل أحسن مسيرة ورأيه في المطلق أن قيمة مارسل كولر مدرب له قيمته والإشادة به كانت في المطلق الإشادة به كانت في المطلق والإشادة بإدارة الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي أيضاً كانت في المطلق ما ينفعش الإشادة المطلقة في المدرب والإدارة فجأة تتحول إلى سلبية مطلقة في حق نفس المدرب اللي كان رمز للنجاح واختيار موفق جداً من النادي الأهلي ده كان تحول غريب وعجيب من الأستاذ خلاد بيومي لأنه في الأولانية كانت إشادة في المطلق والتانية كانت سحب الإشادة المطلقة إلى انتقاد مطلقة شوفاً سيد إبراهيم أنا اللي لفت نظري أنه بدأ بشكل متصاعد خلال شهر شهر ونص كل شيء كان عجبه أصبح يطلع أنه سلبي لحد ما جات الحلقة الأخيرة دي لأنه قال جملة وقابليها برضو قال في نفس المعنى الأهلي عمال يصرف ملايين ويهضر الأموال وبقاله ست أربع خمس سنين مش عارف يجيب فيروت أربع خمس سنين أنت ملتقاش مرة في الأربع خمس سنين قالها لا مش معنى بيقولها دلوقتي وبيأكد عليها دلوقتي عشان نحط الملح على الجرح فيه توقيت زي ما أنت بيهيأ المصرح وبرضو الظهر قالوا لهم أنت يعني اندفعت وقايدت الأهلي وايدت الخطيب وايدت مش عارف إيه لا خلي بالك أنت أصلا الرجل إسمع الله وزملكاوي فابتدع عايزي هيئ نفسه بقى عشان يحط نفسه فوق المصرح بالتوب اللي هو بتاعه بس يا كابتن خالد أنا أفهم هذا وأحترمه جدا لو كان شكله موضوعي لكنك تسحب زي ما الأستاذ إبراهيم بيقول في المطلق إحنا كمان من حقنا نعيد تقييمنا ليك في المطلق لأننا كنت أشوفه الرجل ده إزاي قادر يسيطر على مشاعره ويقول كلام الإجابي ده يعني أنت ما كنتش صادق كنت بتأيد ده أنت أحيانا في بعض لحظات إخفاقات النادي الآلي بس لأنه كان الوحيد اللي على المسرح ولا إيه يعني وبررت وعندك القدرة الفنية أنك تقول راجل يعرف يقول جوانب فنية يدعم بيها نفسه ولكن ما ييجي بقى الكابتن السيد كمان يناقشه يقوله خليك أنت برة وانا خلينا أنا برة لإيه شوف بقى الضرب فيه مصدقية كلام الكابتن السيد هو عادي يقوله أنت طبعا هتبقى مدافع عمال على بطالة النادي الآل فخليك أنت برة بس طبعا الكابتن السيد لأنه راجل حصيف ومعلم قال له أنت عايز تهدى وأنا عزمك على العاشة عشان تهدى ومش عارف إيه كلام مش صح كابتن خالد لك عندنا جزء متبقي من رصيد الموضوعية هتشتغل لده في المطلق هنشتغل لك في المطلق ده كلام فيه رأي مهم جدا وعلى فكرة أنطبق كمان على فكرة أنت مش محتاج ممكن يجي أقولك أنت حور وفعل أنت مش محتاج بس بقى ضربت مصدقية سنين فاتت نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف كلام تاني مهم أهلا بحضراتكم من جديد عارف ما تخافش على الأهل إمتى يوم جمهوره ده كله يبقى في ظهره لأنه صدقوني من واقع الوسط الإعلامي نفسه حتى مقدمي أو عدد منهم من مقدم البرامج اللي غير أهلوية هم مضطرين يوقفوا قريب شوية من الأهلي ويحاولوا ينصفوا الأهلي اعتبارا لجمهور الأهلي كل اللي عايز منه من نسبة مشاهدة كل اللي عايز ياخد سيقة الجمهور كل اللي عايز ينجح بيحاول ينصف الأهلي تقديرا لجمهوره أو محاولا لجذب ود جمهوره يوم ما هيشعروا أن جمهور الأهلي غضبان على الأهلي هيزكوا أو هيرموا الملحة على الجرح زي ما المهندس عادل بيقول تسوية لحساباتهم والشخصية وأهواءهم ومصالحهم اللي هيفرق في البصلة تتحرك كده أو كده عند عدد من البرامج فقط جمهور الأهلي جمهور الأهلي بحكم أنه هو القاعدة الشعبية الأكبر جمهور الأهلي الأكثر في المتابعة الأكثر تأثيرا في إنجاح أي برامج أو أي منصات هو جمهور الأهلي فطول ما هيبقى الجمهور الإحساس العام في الخلفية أنه جمهور غضبان هنمشيهم في السكة دي أول ما حيلقه جمهور الأهلي وقف جنب فرقته كل واحد هيرجع في حزبته ولا إيه؟ أنت عارف ممكن يجي يقول لك هو أنت مش عايز الجمهور كمان يزعل ويقول رأيه لا عايز الجمهور يزعل طبعا بس عايز يشتغل بمبدأ إيه؟ المثل الرائع أدي على ابني وكره اللي يقول أمين ما تديش فرصة لحد يشعر بغضبك على نادي الأهلي من خلال هو ليه عايزين ننتصل لرأيين هو ليه عايز أنا عاد للقيعي قالت كذا كذا شفته بقى مش قلت لكم وهو كذا 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 إيه دي؟ خرجت أنا منها بإيه؟ وليه عايزها؟ يعني إحنا ما نزعل ونكلم بعض وندل بعض التليفونات ونشتكي وبتاع ويوم ما نعاتب بشكل الراقي المحب لا 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 ما كانش العاشم يا جماعة مش والله العظيم ما يش عارف إيه ونبتدي نسحب الصقة ويتأهل من يستحق أيو الإهل ما كانش في أفضل حالاته وده مؤكد الشهر الفات قال الأهل ليس في أفضل حالاته عظنن ما فيش نقد ذاتي أكتر من كده أنه المنز عاد Sickby بيقول لكم أيو الإهل ما كانش في أفضل حالاته ليه ما كانش في أفضل حالاته؟ بقالنا ساعة ونصف بناتكلم ليه الإهل مش في أفضل حالاته؟ بما فيها انتقاد مستوى مودست وتوقيت الدفع به يعني اللي هايستخدمه مودست هو ده منصة الرجم للأهلي؟ لو استنين شوية على ما يقف على رجلك بالضبط يعني فبالتالي لما هتحسب مودست في خانة السلب المنطقي والطبيعي تحسب بريدا سليم تحسب برستاو تحسب أليو ديانج تحسب عالم علول تحسب كل الناس دي تحسب كل الناس دي في خانة الإيجاة كل الناس دي تاجم و هتتاجم بالضبط و هتتاجم مفيش حد حيظل بهذا تقلق فهو ده لعيبه كورب هو لعيبه كورب بني آدم في الآخر وهو على فكرة كولر عشان كده مش كلنا بنبقى فضل حالاتنا كل يوم الفريق يحتاج استعادة هدوءه و يحتاج مارسل كولر أيضا بكل كفاءة و كل جمرات و كل عدالته يحتاج أنه هو كمان يكون في أشد حالات التركيز زيه زي كل اللعيبة لأن اللي جاي صعب والثقة الكاملة في مارسل كولر و في اللعيبة بالتأكيد لما تجرب مدرب عبر موسم كامل السنة اللي فاتت حقلك في كل البطولات و تعمل أفضل المستويات مش بين يوم و ليلة ولا في بطولة طارقة عملت في شهر بالشكل المضغوط تسحب منك ثقتك في فرقتك و مدربك على فكرة الشيء الصح و الشيء الغلط يأتي بعد انتهاء الحدث أه طبعا انت قبل الحدث بيبقى رؤية و رهان على أمر ما وتكهن إذا صحت بتبقى صاح و عبقاري إذا خيبت بيبقى ما عملتش كده ليه يعني دائما عندما لا يأتي الفوز يبتدي كل النقاط بما فيهم إحنا كان المفروض يحصل كذا هو ليه ما عملش كذا هو ليه تأخر في كذا هو ليه سحب فلان و ما سحبش فلان طيب الطريقة دي كانت عايزة كذا كل اللي ما تعملش يبقى هو اللي كان المفروض يتعمل لأن اللي تعمل ما جابش النتيجة انت بتقيم بعد الحدث اللي تعمل ما جابش النتيجة يبقى بس و احنا بنعمل كده و نقول ايه مش يمكن مش معنى كده ان اقوله انت ما بتعرفش حاجة لا طيب ممكن نعمل كل اللي احنا بنقوله ده وتلاقي النتيجة أسوأ مش كده مش ممكن لو عمل الحاجات دي النتيجة تكون أسوأ إذا هي المسألة مسألة أن تجرب أمرا لم يحدث لأن ما جربته لم يحقق الأداب بتاعته تاني زي ضربة الجزاء إذا تصدد ما شطاش النحن الثانية ليه طيب ليه فلان يشوت وفلان يشوت ممكن يضيع ممكن يجيب دايما 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 الصح عندما نتعقق الهدف هو ما لم تفعله بس اللي يتقل في إطار إيه؟ الإحتمالية مش إن أنا ياللي ما بتفهمش كان يجب تعمل واحد اثنين ثلاثة وإنت يا لعيبي اللي مش عارف إيه كان المفروض تعمل واحد اثنين ثلاثة لأ كل واحد هو أنت لما بتيجي مثلا في استوديوهات التحليل وتعمل لك الظلال دي والأسهم دي والزاوية البعيدة ويجي وقول لك شوف كان عنده قرار كان عنده قرار أنه يلعبها هنا يلعبها هنا وما عملش كده ده كلام احنا بنتكلم بعد الماتش وإحنا قاعدين هديين أحسن حاجة نعملها النهاردة أن نطبق الآله فوق الجميع ده كلام مهم جدا 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 وعلى فكرة الاعتراف بخطأ اللي حصل والندم على اللي حصل إن أنت تشوفت ده تعمل كده ليه؟ عبر عنه بمنتهى الألم والحزن أكرم توفيه بعد نهاية المباراة أكرم ويه على الأرض ودخل في نوبة بوكا شديدة لقطة كانت مؤسرة حنشوفها عشان نقول له جمهورنا اللعبة قد إيه؟ حسين إن هم فعلا حصل ده لكن الأمل إنه ده كمان يتحول لطاقة انطلاق قوية جدا زي ما الأهل انطلق مع مارس الكولر بعد مباراة سانداونز كل السقة إن شاء الله إنه دور الأفريقي ومارس سانداونز حيبقى نقطة الارتكاز لانطلاقة تانية شوفوا لقطة أكرم توفيه شوفوا لطاقة بيمو 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 خطيب بيمو 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 وده اول ماتش يرجع يبدأ يعني يبدأوا بعد انصاب السنة ما كانش يحب ان ذكره اول مباراة يلعبها تنتهي كده وعلي معلول كان متأثرا وبكى وكانوا بيطيبوا خطر لانه شعر بالمسئولية وهنا بقول عشان كده يا جماعة اوعوا تفتكروا ان اللعيبة دي لمصلحتها في الفوز يعني كانت مقصرة يعني الماتش ده بالذات يعني طيب ده كلام مهم جدا عشان تشوفوا لا اللعيبة متدقيقة واللعيبة حزينة واللعيبة زعلانة جدا وان شاء الله كل هذه المشاعر تبديه طاقة الانطلاق لها للجاي جمهور الالة يا جماعة في المباراة استحق التحية بجد الاقبال الكبير الالتزام المسندة والدعم طول المباراة احساسه بالمسئولية عن الاهل وعن الفرقة كان حاضر جدا نشوف رأيي الاستاذ سيف زهر عمر ما جمهور النادي الاهلي ما كانش في يومه عمر ما قولنا انه مجاش لاستاد عمر ما قولنا انه خرج نطاق الخدمة الجمهور النهاردة عمل كل حاجة في الجيم ترتيب وتشجيع وهتافات وتسعين دقيقة ومسندة ودعم وكل حاجة في الدنيا جمهور النادي الاهلي دائما وابدا هو النجم رقم واحد وهو اللي بيستحق البطولات على مجهوده وتعبه حتى النهاردة جمهور الاهلي منظم نفسه عارفين اللعب الكبير يقولك ايه في المبارات الكبيرة نظم مجهودك جمهور لا ابتدى من خمسة ولا ابتدى من ستة ولا ابتدى من حاجة ابتدى من تمانية لعشرة تمانية لربع ابتدى تسخين وإحناء ودخل في الجيم الساعة تمانية من تمانية لعشرة جمهور النادي الاهلي ما سكتش دايما في الخسارة اسهل حاجة ان احنا ننتقد كل حاجة اسهل حاجة ان ننتقد كل حاجة اسهل حاجة ان نقول فرية الاهلي ما جاتش كل المدرب ضعيف لعبت الاهلي مش في مستواهم الاهلي محتاج صفقات اي كلام يا عبدالسلام بقى النادي الاهلي النهاردة في شقوط الاول عمل كل حاجة في الجيم ولكن التوفيق غاب عنه بشكل كبير جدا ساندونس اصلا بقى لا رحل الشناوي ولا جيمل عند الشناوي ولا فيه اي حاجة بمنطقة صراحة النهاردة النادي الاهلي فرط او لعيب النادي الاهلي فرطوا في فوز سهل النهاردة قدام فريق ما هاجمش بخمسة وثلاثين قرش ما هاجمش ده العرضة النهاردة تاخد جايزة الاوسكار يعني كلام طبعا قلناه يعني وإحنا بنتكلم في ما لنا وما علينا عشان نكون منصفين لا دفعنا في المطلق وقلنا مفيش افضل من مكان ولا في نفس الوقت الموضوع يتحول الى نوع من حرق كل شيء لان الهدف لم يتحقق احنا قولنا قبل كده ان تسعى وان تفعل ما عليك ممكن نفهم كواس قوي ان ما يبقاش يعني فيه سحب للثقة اه ما عملتش الكلام ده على مدى التسعين دقيقة وهنا بقى الجزء اللي بنختلف فيه مع يعني هو ايه وليه وسببه ايه وروحنا كتير وقلنا ان كان هناك اراء تختلف مع ما حدث في الشوت التاني وانا عندما اقول تختلف لا اسحب حق المدرب في انه هو صاحب الرؤية ولا اقول انه غلطان وفي نفس الوقت لا اسحب حق المنتقدين انهم يقولوا ربما لو فعل كذا لا تغيرت النتيجة واقول ايضا اذا كنت يعني عايز اكون منصف قوي ربما لو فعل ما اردتم ما كانش حصل حاجة برضا طيب اشرة من شوية والموانس عدل فكرني بموقف للأستاذ خالد ديومي هو واحد من المحللين اللي كان بعد المباراة بدلا ما كان الراجل واقف في منطقة الاشهادة المطلقة بقرارات الاهل واختيارات المدرب قاعد يناقش اللي استاذ يعوب السعدي فيه والكابتن ساد عب حفيز فيه جزئية مارسل كولر يقول له هو مارسل كولر خد كم بطولة قبل ما يجي الاهلي في الاشارة الى انه مدرب مش هو ده المدرب اللي يليق بالنادي الاهلي فبيقول له لما جيه خد الخمس بطولات السنة اللي فاتت كان جعان وشبع خلاص طيب ما هو بنفس المنطق لو القياسا على ما سبق منو الجزئ قبل ما يجي النادي الاهلي محدش قال انه خد بطولات كتيرة في بره تقريبا خد الكياس مع بنفيكا فيما اذكر لكن لما جي النادي الاهلي ظل على نفس النهم في تحقيق كل البطولات مين قال انه مارسل كولر شبع ومين قال انه انه الكابتن خالد بيومي يرى انه مارسل كولر ما هواش المدرب الكفء المناسب للنادي الاهلي ده الاساس خالد بيومي نفسه هو ذات نفسه الراجل وليه كل الاحترام بس بمفكروا انه في 16 سبعة يعني من اربع شهور بالزبط عرضنا له هنا في البرنامج مقالة له في الجمهورية حقره لكم علشان نشوف الاشهادة في المطلق ازاي بتكون وسحب الاشهادة بالمطلق ازاي بتتحول قال الاساس خالد بيومي في 16 سبعة عندما تم الاعلان عن تعيين كولر مديرا فنيا للاهلي شعرت الجمهير بانه لن يستطيع تكملة مشوار مسيماني بل قد يكون كالبرتغال سوارش لانه قادم من خلفية تدريبية غير مستقرة في سنواته الاخيرة بعد تجربة المنتخب النمساوي واحست الجمهير ان ادارة الاهلي لم تحسن الاختيار عطفا على الاسماء التي طرحت في هذا التوقيت وبيقول خالد ديومي لم يكن يعلم الجميع ان كولر جعان تدريب جعان كورة يحتاج ان يعود الى منصة المدربين خاصة انه بعيد بسبب الاصابة لسنوات لم يكن يعلم احد ان كولر سيسيطر على قلوب الاهلوية بالاداء والنتائج وتطوير الفريق لم يخطر على بال احد ان كولر قادر على صناعة تاريخ جديد للاهلي وان تنسى الجمهير وان تنسى الجمهير المسيماني وان يكتب اسمه بجانب الاسطورة منو الجزية يتبقى امر وحيد انه لم يأتي مدير فني لاي فريق في القارة حقق خمس القاب في عشر شهور انجاز تاريخي ده كان رأي الاستاذ خالد بيومي في 16 خلي بالك ان كولر جاي ده مره منتخب النمسي ومره في سويسا بخد القاب انا مش في حتة ان انا بدافع او بهاجم لكن ليه الاحكام بتبقى كده متقلبة وحدة بالطريقة دي انا قلت لك السبب من وجهة نظرك ومن وجهة نظريك ان المسرح بيقعد لمواقف اخرى جديدة وانت حر في مواقفك لكن ما تروحش بقى مستفيد من انك انت يعني قلت كلام طيب قبل كده انك تحطيلي بقى يعني انت اشدت بإدارة الآلي مرة هو اشد بكولر ده احنا لو جمعناه لو اشدت بإدارة الآلي قلت من العمل في الآهل انه يعني يقلقى من عدة سنوات مش عارف يجيب فرود وإدارة موال وأموال ومواطراته كثيرة عن الكابت الخطيب وعن شركة الكورة وعن لجنة الكورة يعني عنده الرجل رسيد من الايجابي ومعندناش مشكلة نختلف معنا بدون أن تتناقض مع ما سبق قناعاتك على فكرة الأستاذ خالد بيومي ربما كان أقل حدة من ناس أيضا بدأت تتلحل إحنا حية تانية لا طبعا في ناس كانت الجميل حطاها في حتة هشوفهم هنا مواقف جديدة لأن الأمور تغيرت على الأرض طبعا لأنه ما كانش المقصود دعم الأهلي كان مقصود في حد مش لادد عليهم لكن أعز أقول لك أستاذ إبراهيم ليه خالد بالذات إحنا يعني لأن رجل دخل كلنا قناعاتنا ودخل قلوبنا وهو رجل يستطيع أن يكون هذا المحايد اللي كلمته فعلا يتعامل حسابه رؤيته كبان لكن يعني أقول حاجات تانية تعالى ما تكلمني عن المتش ده أختل آلف وحدة وثلاث لكن تهاجم سياسات أشدت بيها لا هل نرد ولا إيه رأيك صحيح صحيح طيب هل التحكيم يا جماعة في المباراة كان له تأثير أعتقد رأيي كابتن جهاد جريشا مهم نشوفه شفت طاقم التحكيم إزاي النهاردة بشكل عام بص النهاردة نقاس نطعم التحكيم حاكم واثنين مساعدين الأسوأ في المباراة النهاردة هو المساعد الأول ولمساعد الثاني صحيح تسلولات غريبة جدا لا فماتش كبير زي ده صعب قوي نشوف اللي حصله النهاردة انت كلامتها النهاردة وقلت بمنطل الوضوح المساعد الأول جبريل كامورا كان بيأتي الهجمات النادرحلي دي حقيقة لأن كان فيه هجمات وعدة وفيه هجمات ممكن تبقى فرص محققة لسجيل هدف ممتاز معوجود الفار اللي عمره ده غير طبيعي معوجود الفار لازم الراية تتأخر لازم نستمر للعب للآخر الهجمة تخلص رايتك تطلع في الآخر الفار موجود عشان كده لكن انت لما ترفع رايتك وتقتل هجمة وتقتل هجمة واثنين وثلاثة واربعة وخمس انت تتكلم في الشرط الأول أربع خمسة جماعة للآهلي الراية والتسلق المواقعي كان متغطي بنصف متر فمش مقبولة انا بتكلم شيتحكيم كله راح للمساعدة الأول فبتكلم على لقطة واثنين وثلاثة واربعة في الشرط أول اللقطات دي على فكرة على الآهلي ممكن تتعرفها هدفين محققين لنادي الآهلي كان ممكن يكون فبتكلم انت مؤثر بقراراتك في مباراة كبيرة زي ماتش الآهلي وصندوانس ده مش مقبول هو يعني طبعا دائما في الفترة الأخرانية دي بالذات في المشهور الأفريقي هناك كلام عن علاقة مدرب الملعب بالفار حكم الملعب حكم الملعب بالفار وينها مش منطقية يعني قل ما تجد التناغم والأحداث اللي تستحق اللي استدعاء بتتحقق أنا بقول لك أفضل تحكيم في المشهورة اللي فاتت قياسا بالمعاناة من إن كنت كنت صفر بتاخد حقك دلوقتي خدت خمسة من عشرة من حقك فتبقى مبسوط وطلوب نفسك شوية كنت لما خدت حقك ما استفدتش بالفرصة لكن مش معنى كده إن كل شيء على ما يراه لكنه نحن نقدر نقول إيه أحسن من اللي فات طيب كلام كابتن جهاد جريشة عن التحكيمة أعتقد رأي شفتوه وإزاي الأهل تظلم فيها لكن الرأي والحس الأهلاوي عن دور الجمهور وعن أداء اللعيبة وعن اللي جاي أعتقد رأي كابتن عماد متعب يبقى مهم في البداية طبعا أعرض لك للناد الأهلي والجهز الفني والجمهور اللي بحييه وبشكره وده الطبيعي بتاعه مع الناد الأهلي وفي جمهور الناد الأهلي على مدار التسعين دي على مدار المباراة والبطلات اللي بشارك في الناد الأهلي بالكامل الناد الأهلي عمل شوط جيد أدى اللي عليه في شوط الأول أهدر أكتر من فرصة الراجل في شوط الأول كلنا بنشيد بالفريق لكن التغييرات في شوط التاني أنا برضو مش أحمله كل حاجة يعني الراجل عمل تشكيل وطريقة والشكل كويس جدا داخل الملعب وفرص أكتر من فرصة وضربة جزاء أهدرة لكن الشوط التاني أنا لازم تدخلي بأسريع حراك سألتني السؤال ده قبل المطر وانت الحراك هو ممكن يقدر غير بعد تلت ساعة أو نص ساعة فأنا شايف أن الشوط الأول ما أقدرش هسجل وفيه إخدار للفرص أنا بأوصل بس فيه إخدار للفرص أبص عندي على الدكة مين يقدر يجد الحل فهي الفكرة كلها أن الناد الأهلي وكولر كولر ده أدار الشوط الأول بشكل جيد جدا وغير محظوظ لأن التغييرة الأنسب اللي كان بيلعب عليها طبعا الكابتن عماد يعني هو هراءه متزنة وهو زعلاد أن المطش زي ده نخسره أدار المباراة الشوط الأول بامتياز ما كانش موفق لكن كان يتمنى نتيجة أي برضو نتيجة المباراة كان يتمنى أنه يبص على الدكة ويعمل تغيير سريع علشان وبعد الرجاء أفتكر ما هو لما عمل التغيير الأنسب بنزور رضا سليم الرجل أصيب من أول أول منزل سوب أخت برضو هذا إرباك لكل فكر فني للأمر توقيتات التغيير بقى مش ضرورية جماعة تتعمل إذا ما إحنا عايزين بالضبط لأنه مش دايما بتكون هي السبب سيناريو المدرب ودير وقيته اللي حتفضل دايما وأبدا محل جدل المدرب بيفترض حاجة ويختار لعيب لو نزل ووفق بقى المدرب عبقري ولو نزل ولم يوفق بقى المدرب هو اللي غلطان وفي الحالتين اللاعب عليه جزء كبير من المسؤولية نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل عرف إمتى ما تخافش على الأهل بجد؟ لما فريق الأهل يفضل باستمرار محافظ على شخصية الأهل وأعتقد دي مسألة في منتهى الأهمية والحسب لعيبة الأهل لما بتحتفظ بشخصية الأهل بكل ما في الشخصية دي من تركيز من إصرار من روح عالية عرفت تاريخيا بروح الفنيلة الحمرة باحترام المنافس دون رهبة بالحرص على الفوز بتواضع شديد باستمرار حاسس بجمهورك إنه هو في ظهرك وعشان كده مسؤوليتك كبيرة جدا على الجمهور لعيب النادي الآلي بيتحكم في المزاج الشعب العام الغالبية العظمى من الجمهير أهلوية والغالبية العظمى من هذه الجمهير الأهلوية ثقتها دايما إنه الأهل مصدر سعادتها وفرحتها لاعب النادي الآلي مش زي أي لاعب عشان كده علي مسؤوليات كبيرة جدا أتمنى إنه كل لاعب يفضل باستمرار يعي هذا الدور الشعب الكبير اللي انت بتقوله إنه بتحكم في مزاج قطاع كبير من الشعب المصري عشان كده بقوله ما تزعلوش أبدا من جمهورك لأن جمهوركو ده فيه الراجل الكبير اللي تبرس وعاش مواقف كتيرة وخد خبرات فيه الشاب المثقف اللي عنده أفق وبيقدر يشوفه وبيقيمه وفيه الصاعد اللي مالوش دعوة ومش هيكلمك بالمعيار الموضوعي هيكلمك بالمعيار العاطفي في أغلب الأحوال فدائما تبقى فهم إنك مش مقصود حد يديقك لكن المقصود إنه يستمتع بيك وإنت في أحسن حالاتك فخليك حريص إنه أنت متدائهوش خليك حريص إنك تبقى في أحسن حالاتك أو على الأقل حريص إنك تورينه إنك بتبذل غاية غاية إنك ما تأسرش آآ ما تأسرش يعني هؤلناس يعني أنت لما تيجي كل الناس مبسوطة من أكرم ليه شايفينه جد طب هو أكرم عمل كام أوفر يعني مش هو ده التقييم الناس مش هتيجي تقوله ما عملتش وفراته يمكن غيره بيقايم بطريقة تانية لكن هم حاسين إن أكرم ما عندهوش سر مجهود أو بتاع بيقى 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 هو ده اللي عنده على فكرة الجزئية ديت يا جماعة بتقود لطاح سؤال مهم قاله مستر مارسل كولر وكنت عايزة أسأله الموان تساعد في بداية الحلقة ونسيت بس هو كواس إنه فكرني كولر كرر كلمة لبيتسو موسماني ودي هي جملة جدلية هو فيه فريق لازم يكسب كل البطولات دي مقولة مهمة جدا لأن لها رأيين الرأي الأول في وجهة نظري إنه ما فيش فريق في الدنيا مطالب إنه يكسب كل البطولات بس فيه فريق في الدنيا اسمه الأهلي لأنه الأول على مستوى العالم حصد للبطولات فعمره متنازل عن هذه الشخصية وهذه الدوافع حتى لو كانت أي بطولة بيشارك فيها بس الأهم أو المهم جدا كمان وأكثر أهمية إنه الأساس عند الأهلي إنه دايماً بيسعى للفوز بكل بطولة هي دي بقى دايماً يسعى للفوز بكل بطولة فلو ما أسرشي وبازل كل اللي عليه محدش هيلومه وجمهوره هيسقف له لكن ما قدرش أعتمدها مقولة أخفض بيها منسوب الطموح بتاعي أدخل بطولة أنا مش مطالب إنه أنا أخدها تحت عبارة إنه ما فيش فريق في الدنيا هيكسب كل البطولات عشان كده اسمح لي بس أعد النقطة الصغيرة هو مش مفيش فريق في الكرة مش مطالب إنه يكسب كل البطولات هو مطالب يكسب لكن ما فيش فريق في الكرة حيكسب كل البطولات هو مطالب أن يؤدي من أجل المكسب مطالب أن تؤدي بقيمتك هو ليه الأهلي مصنب رقم واحد طب هو ليه الأهلي اختروه على رأس القائمة اللي هي بتاعت المتخبات الأندية الثمانية اللي تشارك لأنه أرقامه ورصيده في القارة أرقامه اداله نقاط خليتوا إذن أنت بقيمتك دي أنت ما تخش بطولة الناس أنت المرشح الأول لها أنت المرشح الأول لها ولذلك لما ما بتوصلش بيبقى وكأنه إخفاق يستحق الدراسة لماذا لم يوفق النادي لأن في قصور في كذا في قصور في كذا ويبدأ اللوم ويبدأ العتاب ويبدأ الغضب بس إحنا عايزينه يبقى غضب ما يستمرش كتير غضب نبيل غضب 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 المتفوق اللي محققش ما يناسب تفوقه فإزاي أرجع فتاني يوم بقى تاني يوم لازم طب يلا إنساني فات بس اللي جاي بقى وريني أنا كنت حتحاول تصليحني حوصلحني إزاي لو أنا إبني حذاكر وعمل اللي علي هبقى محسسك إن أنا أنا مقدر المسئولية تماما لكن لو نزلت وعملت اللي بعمله كل يوم وصيرت مع أصحابي ومش عارف شالصاحت فين وجيت قبل الامتحان بثلاث اياب وخدت بقى الحبوب اللي اتصهرني عشان لا مش هقتاني أنك عملت اللي عليك لأن ده معناه إن انت دخلت فيه رهان ومجازفة ملاش أساس يأجي لك بقى الامتحان في اللي الحقيقة تتذكره فتنجح وتجيب اللي انت عادي يتخفق والقالي لم يكن يترك أي أمر في سبيل النجاح للعشوائية بنأخذ بالأسباب جزء من الأخذ بالأسباب مدرب كويس ملعب كويس أدوات احنا بنستكمل أدواتنا كأعلى أندية بنستكمل أجهزتنا كأعلى أندية على مستوى العالم عشان نقدر نوصل لتقييم إحصائي علمي يوصلني إن نقدر أعتمد عليه بشكل ينجحني وأنا بعمل كده مش عايز من اللعب غير حاجة واحدة الالتزام والاستجابة والانخراج في روح الجماعة بس دول تلت نقاط مهمين جدا مطلوبين من لعبتنا مؤكد إن في ناس كتيرة هتحاول تهز الأرض من تحتهم ومؤكد إن في ناس كتيرة هتلعف ودنهم ومؤكد إن في ناس كتيرة هتبدأ تتكلم مين اللي هيلعب ومين اللي ما بيلعبش كل ده يا جماعة مش مناخ الأهلي ومش هي دي الوصفة اللي تحافظ بيها على شخصية الأهلي وأنا قلت لعيب النادي الأهلي لازم أن يدرك كويس قوي إنه ما بيلعبش بفانيلا عاديا ده مرتبط به بيقولتلكم المزاج الشعب العام جمهورك بيزعل آه بيزعل وبيغضب آه بيغضب أنا لقيت ناسها بشمهندس بتكلمني وهي في الظروف مرضية كتيرة حرصت إن تروح الملعب لإنها حست فعلا إن الأهلي محتاجها المنظر الملعب يقول كده آه إن فيه جمهور بيوت نزل خدوا بالكو ناس كتيرة نزلت وراحت وظروفها الاقتصادية صعبة وغلاء المعيشة عليهم ما خلهمش أبدا يترددوا إنهم يروح يقضي يوم في الاستاذ عشان يبقى محتاج أو حاسس إن الأهلي محتاجه فأنتوا كمان اللي محتاجين إن الأهلي دايما يفضل حطتكم نجوم عنده كل نجم في النادي الأهلي كل لعب في النادي الأهلي عارف يا عارف حظية بهذه المكانة وبهذه الفرصة وبهذه القيمة وبهذا المجد كل دا لأنه دا النادي الأهلي فلازم أن تحافظ عليها عارف يا أستاذ إبراهيم لو النادي الأهلي كان قد أدى الشوط التاني بنفس الشغف والحماس والالتزام كان ناس قبلت منه كل شيء بالظبط بالظبط هتتكلم بقى في إضاءة الفرص هتتكلم لكن كل الناس هتحترم إن أنت ما أصدت إنما هم كله بيتكلم أنت عملت شوط ممتاز أنا لما بقيت بفتح عشان أشوف التعليقات أحيانا الناس ما إيه الإضاء الرائع دا كان زماننا ثلاثة كان زماننا أربعة الناس كانت مبسوطة بشيء من التركيز حتى وهي النتيجة صفر صفر المفاجأ بقى إن دا ما حصلش ما كاملش شوط التاني دا التحول اللي احنا اتكلمنا فيه وتكلمنا فيه أسبابه من وجهة نظرنا طيب من وجهة نظر اللعيبة كابتن الأهلي الكابتن محمد الشيناوي شاف اللي حصل دا ليه واللي جاي دا إيه نشوفه طبعاً بقول له جمهور النهاردة يعني صراحة أنتو النهاردة عملتوا اللي عليكوا وجيتوا وشجعتونا وأنا بقول اللعيية برضا هم عملوا اللي عليهم النهاردة في الماتش النهاردة بالذات وأعمالنا اللي علينا والنهاردة احنا ضيعنا كثير في الماتش بس انك كانش معنا توفي وأنا بقول اللعيبة خلاص يعني بطولة كبيرة وإحنا كنا عايزين نفرح جمهورنا ويروح النهاردة فرحان مثل النهاردة عملنا اللي علينا بس ربنا يعني مش عايز توفيق النهاردة ما يش معانا ضيعنا كتير الشوت الأولاني وضيعنا كتير الشوت التاني الكرة مش عايز تخوش وفي الآخر نقول الحمد لله ودرس نتعلم منه واللي جاي إن شاء الله عندنا دوري وعندنا أفريقيا لسه عندنا بطولات جاية وبقول اللعيبة انت عملتوا عليكم النهاردة بس خلاص قفل الصفحة وفكر في اللي جاي درس النهاردة نتعلم وكل واحد أكيد طبعا عارف النهاردة درس تعلمنا منه والفترة الجاية نركز أكتر إن شاء الله اللي عايز يتكلم نتكلم اللي عايز ينتقد نتقد احنا منحترم كل الناس ودي الكرة فلو في الآخر احنا لازم نقبل الحلو نقبل الوحش احنا النهاردة خرجنا من بطولة كبيرة لازم نقبل النقد ولازم نقبل الجمهور الكنز عليان احنا عارفين كمية الجمهور بتاعنا كويس جدا وعارفين اللي احنا عاودناه الفترة اللي فادت كلها اللي احنا بناخد كل البطولات احنا خلاص النهاردة يعني نزعله ونافر الصفحة ولازم نتفكر في اللي جاي طبعا كابتن شناوي قال أنا وده اللي أنا عايزه احنا بنحترم كل الناس يعني يتحدث عن الناس بقى لما حتنتقدنا حنحترم هذا وحنتفهم هذا وده اللي نسه كنت بقوله يعني دي بطولة جبيرة وخرجنا من بطولة جبيرة لازم نقبل النقد احسن كلام بتقال لان ده معناه انك ما تعيش بقى في الما انا وانا نسيولي وانا عم لا هي كده اللي بيمدحك ويشيد بيك وقت الايجادة لما ينتقدك وقت التعصر لازم انتقبل ده طيب قالك النهاردة نزعل ونقلب الصفحة ونفكر في اللي جاي ارجو يا كابتن تعمله كده اعتقد الشناوي ككابتن بقى للفريق دوره بيبقى كبير في الظروف دي كبار الفرق ما بقاش عدد كبير قوي كبار من الأدام الكبار يعني وطبيعة العصر أدوار اللعبة الكبيرة يعني كان زمان اللعبة مشغولة وتشلل وتروح تقعد مع بعضها وتخرج مع بعضها وتندمج حتى أسريا مع بعضها أنا مش شايف ده دلوقتي بمقتدات سرعة العصر والمصالح والتحديات وكل لعيب خايف من بكرة مهما يعني حصل ومهما خد دايما فلذلك لما بيبقى فيه كابتن بقيمة واحد زي الشناوي بيبقى دوره مهم جدا 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 وأنا أرجو إن إحنا لعبتنا الكبار تبطل فينا ديها يعني حتى لو وجهت نظر أي لعيب فيهم ويقدر يكمل سنة هتتعوض بحاجات كتير جدا بنقص السنة دي خليه جوة نديك لما تكون عندك سمات قيادية هتفرض نفسك جوة نديك ده كلام مهم قوي طيب الزميل محمد جمال له وجهة نظر أيضا ومحمد جمال الحياء في الفترات الأخيرة بيقدم رؤى تحليلية وعية ودقيقة وموضوعية نشوف دايما الناس بتقومت فوعة بالنتيجة يعني الأهل النهاردة لو الشوت الأول استغل جزء من هذه لاجمات كنت أشدت بعد قرية كولر الأهلي وشخصية الأهلي زي يرجع قدام فريق بحجم سانداونز ويرجع وبمنتهى البساطة يدي له جنين ثلاثة الشوت الأولاني وإنك تقدر تطلع سانداونز بعد التصريحات الكتير اللي تلع عملها مديره الفني لكن لما تيجي تتفرج على كمية الهجمات ومشي احنا بنتكلم لما تيجي تتفرج على كمية الهجمات دي ضوعت إنسى خلص النتيجة واتفرج معايا وإقنعني إن الفريق اللابس أحمر ده مش مهم اسمه إيه ماكسبش الفريق اللي لابس اس والده الشوت الأولاني ثلاثة أربعة يعني من سوق طالع إن الفريق اللابس أحمر ده كريم اللي بعد ما ضايع كل كمية الفرص دي بلا تزديدة المباراة انتهت وفرقة سانداونز لم تسد التزديدة واحدة على مربع النادي الأهلي لا انتارجت ولا افتارجت سفر المحصلة سفر في مباراة النهاردة وده طبعا من حسن يعني من سوق طالع النادي الأهلي ويكمل على بقية اللا توفيق اللي كان موجود في المباراة إصابة ردة سليم طبعا بعد ما نزل بخمس دقائق طيب فنهاية نهاية أي حد قبل ما يبقى غاضب جدا من النتيجة متفق معاك إنك تبقى زعلان النادي أهلي ماكسبش النهاردة لكن لما تشوف إن المباراة دي كان فيها كل ده وانتهت بالتعادل سلبي بين الفريقين أعتقد في أسباب لكن على رأسها وفي أول عمق حد يخنعني الفريق اللحمر ده ماكسبش المباراة دي جملة بتلخص كل حاجة والناس اللي طلعت سانداونز يعني هو الناس طلعت سانداونز هناك المدرب عبقاري وفطصت النادي الأهلي بنعلى على سيطرة كاملة لسانداونز وعلى إن الأهلي وفرصه محدودة صح إذن السيطرة ونضرة فرص الأهلي ورغم إنه له ضربة جزاء ورغم فيه أحداث مسيرة الجدل طيب هو المتش الثاني إيه اللي حصل الاستحواس كان لمن يا أستاذ براي في المطلق بقى جدا طيب الفرص اللي ضايعة كانت لمن هل أضاعة سانداونز فرصة واحدة هل هدى ده مرمش النوي مرة واحدة فالناس تطلع بقى تشيد بإن فرقة دي تستحق تستحق بنا على إيه إن إحنا رحنا لعبنا في توقيت صعب وظروف صعبة أنا قلت لك المطر أخطر من الحرارة ما فيش سيطرة وجاء جاء فيك جود خلص واحد صفر 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 ما انتش يعني زي السنة اللي فاتت لعبوا عليك الجيم الكبير يعني إنما سانداونز فريق محترم آه فريق محترم فأنت خرجت من فريق محترم مش سهل تكسبه ما انت مش سهل تكسبه بقى لك كم سنة ما كسبتوش فأنت مش سهل تكسبه مش خسور فيك انت تحت وطقة إنك إنت برضو الناس مفاهماك إنك صعب تكسبه بتلعب معه موبره نفسية صدقني هو بيلعبك نفسي لا مش كده ما هو هو بيكسبك وبعدين أول مرة يوصل فينالو لما كذبك عشان دول ثلاث ماتشات أو ثلاثة راون لو دوري مجموعات وليسه فيه ماتشات الله أعلم كان يحصل إيه فأنا يعني نتمنى طبعا التوفيق للفريقين الوداد وصانداوز فرقتين كبار يعني الاتنين يكسبوا ألي اللي الكويس فيهم يكسب بقى الوداد ها يعني بص الكويس يكسب مش عايزين برضو أن كلمتين من المدرب ينرفزونا يبقى الوداد فريق عربي وفريق عربي يعني وصانداوز فريق يعني يهمنا برضو فريقي يعني بصوا أستاذ إبراهيم أنا الحتة دي أنا عايز كل الفرق تعمل اللي عليها والكويس يكسب مش عايز فرقة مش كويسة تتساعد أنها تكسب مش كويسة يعني كويسة ياخد حقه كل واحد ياخد حقه لو سطاعة الوداد يكسب هنبقى سعداء جدا حبايبنا وجراننا ولغتنا وكل حاجة لو ساوند كسب سانداوز كسب ماهو فريق كبير وبقالوا مدة ماكسبش دور الأبطال يعني دي دور الأفريقية أول نسخة أول ماهو كسب دور الأبطال مرة واحدة سياخد نسخة في الدور الأفريقية حقيقي بطولة أفريقية هو حتى ماكسبش كونفضرية مش كده ها ماكسبش وعنده لقابين يعني عنده صوبر ودور الأبطال صوبر ها ودور الأبطال اللي خدهم في دوري واحد ها ها اللي هو كان الفاينال مع الزمالي كسب بينك ثلاثة وخسرين واحد بالظبط طيب أنا في الآخر في الآخر يعني المشهد بيقول إيه من أول السطر خالص كات الفرق المرشاح هم التلت فرق أول أربع فرق اللي قال للوداد سانداونز ترجي ووصلوا لما جئنا للمرحلة دي كل الناس قالوا إيه الآله والوداد الآله والوداد لما بعد سانداونز هناك قالوا إيه سانداونز وفرص الآله موجودة وكادة أنت تحقق ضيعت أنت ضيعت ضرب الجزائر خلاص طيب أنت سيطرت ولعبت كويس ما كسبتش لنشوف رأي كابتن سيد عم حفيز وهو على كرسي المحلل الأهل خرج من البطولة صحيح لكن كمان لسه احنا يعتبر في بداية فيه خمس بطولات على الأهل أنه هو يخرج من الحالة اللي هو فيها يخرج من الحالة الانكسارة أو حالة مش عايز أقول الإحباط الشروط الثاني مغير تماما عن الشروط الأول خالص ودي واحدة مش من عادات النادي الأهل يعني حتى لو فيها الشروط الأول سوق التوفيق رهيب جدا لكن ما فيش استسلام نفقول دي ما فيه 45 دقيقة الفرق ما بين الشروط الأول والتاني يبين لك ليه ما تشرح كده الشروط الأولاني 12 محاولة للأهل 12 محاولة غير ركلة الجزاء منهم خمسة صحاح خمسة صحاح غير ركلة الجزاء الشروط التاني أربع محاولات فقط الأهل منهم واحدة صحيحة بس شروط الحاسم يعني طبعا فيه سوق حظ رهيب جدا في ريدا سليم رب ناش فيه لكن فيه واحدة من مكاسب اللقاء الأول أرجل أرجل واحد في الملعب المصرية هو أكرم توفيق دايما أكرم دايما أكرم حالة خاصة أكرم اللاعب الوحيد اللي في الأهل اللي يفرج معاك لأ أنا يعني مش هارفعل القبعة وبس أنا أقول له يا ابني ربنا يحميك ويحفظك ربنا يحميك ويحفظك من كل حاجة طيب إذن دا دا اللي كنا بنقوله تقييم الكابتن أكرم جاء دي أول ماتش له وأدى بهذا الروح وهذا القتال فالناس مقدارة دا كلنا نعمل كده مش معنى كده إن اللاعبة بتاعتنا ما بتعملش كده معظمهم بيعمل كده على فكرة ولي ما بيعملش كده المفرد يعمل كده ولي ما بيعملش كده لازم يعمل كده ما يستسلمش اللي وجد نظره بقى ويقعد حسابات خليه تعرف والله كلمة الأهل فوق الجميع تحل مشاكلنا كلنا إنه يقدم مصلحة الأهل فوق كل اعتبار اللي هي مصلحته نطلع لفاصل أخير وبعد الفاصل نشوف كلام تاني أهلا بحضراتكم من جديد في إطار برضو كل هذه الأراء اللي احنا حارسين إن احنا نستشرف كل الناس قالت ايه على هذا اللقاء وإيه أسباب إنك تسيطر وتتفوق وما تكسبش واحد من كباتن الأهلي ونجومه كان كابتن وليد صلاح الدين نشوف رأيه نهارد لك طبعا النادي الأهلي أنا شايف ان تعامل مستر كولر نرده حصل حاجات كتير أولا طبعا عدم توفيق غير عادي للنادي الأهلي واضحة جدا في ضربة الجزاء حتى من بدري وإحنا كلنا قلينا ضربة الجزاء كمان كان فيها حاجة غريبة لما نجيها من أولها هتلاقي مسكها الأول حسين الشحات بعدين مسكها الكهرباء وبعدين جي علي معلول ده بيبقى تاكتك تاكتك اه مش مكتبا لأننا فيه فرق كتير بتعملها ولا علي ما كانتش عايز نحن نعملها في الدورة فيه تاكتك يحصل إن كذا العيب يروح يمسك الكرة فهو اللي ياخد حرس المرمى والخضة والديفينتس وبعد كده اللي هيشوف أصلا بيجي من بعيد خالص يعني بيبقى آخر واحد لكن القصة النبان عدم توفيق للنادي الأهلي ده سعيد فرص سهلة جدا لبرستاو لكهرباء كمان هارد لك إصابة طريضة سليم واحدة يعني من أصعب الحالات إن انت تنزل في الديئة 70 تطلع في الديئة 75 وحضرتك سألت سؤال مهم جدا بين الشرطين وبذكاء شديد هو فيه إفراط في المجهود ممكن ينهيك لعبة النادي الأهلي أنا قلت لك آه مزبوط وهينهيك لعبة النادي الأهلي جدا لأن احنا عارفين إن الضغط المستمر لمدة 45 دقيقة ده صعب جدا 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 على أي فرقة لكن أنا كمان بشد على إيد لعبة النادي الأهلي بقوله جمهور النادي الأهلي ما تزعلش من لعبتك لأن هما أدوا 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 بصراحة واكتهدوا ولعبوا بكل روح يعني ما فيش حد أأثر لهاردة احنا مش شايفين إن في حد أثر يعني أنا كابتل وليد من أول يوم وكلمت وقلت له وأنت حيقول لك يعني في الحيطة دي طعمه يخصك وأنا بشعر إن أنا يعني بحاول أفكر يعني هو كثيرا ما يجيب على أسئلة لي أو توجهات لي بلقيها تطابق معا اللي أنا عايزة يعني أروح له وقال الجملة اللي احنا عملين نردده كل شوية يعمل اللي عليك لما بتأثرش فهو قال محدش أثر بس محدش قدر يكمل الشيطين زي بعض وده مش تأثير على فكرة ده ممكن لما تسمع رأيي الكامتن فتح سند يكون عنده تفسير لهذا الأمر نشوف الأستاذ فتح سند بالقراءة النهاردة أنا شايف أن البطولة نفسها أسرت بشكل كبير ونظام البطولة أسرت بشكل كبير على أداء كل الفرق فلم أرى مباراة من ضمن المباراة اللي شفتها كلها أستطيع أن أشير لها أن دي داخل بطولة كبيرة البطولة ولدت أقول لك إيه مبتسرة يعني غير مكتملة النمو محتاجة تدخل حضانة نظامها فاشل طريقتها وعدد مبارااتها وتلاحقها عقيم وقت الدي لإقامة المباراات في أي عرف تجيب الأهل وصندونز الـ 12 ساعات رأيه 10 ساعات جاي اللي سوف جنوب أفريقيا فالبطولة بعدها أسرت بشكل سلبي على جميع الفرق فلم ترى مباراة فيهم فعلا تستطيع أن تقول أنها مستوى راقي ممكن من خلال أقول أن البطولة دي بطولة نجحة طبعا كابتن فاتحي بيقول لها بطريقته اللي فيها عنف بطولة فشلة لأي مش كده لكن هي توقيتها وطريقتها وضغطها عشان تتعمل كبطولة تجربية فبيدورول على أي طريقة أنها لازم تتعمل فيها فما هيش في ظروف المناثولة أنا اللي قلت لك لها توقيتها سليم لها الفرق كلها مستعدية وطريقة خلي بالك أنت لما بيلعب المغرب مع تونس المسافات تدقى إيه لما يلعب الأهلي سانداونس المسافات تدقى إيه حدوطة تانية خال ها حدوطة تانية طب الأهلي راح هناك سافر ورجع حتقول لي ما هو سانداونس جاء لك بس مرجعش تفاهمت أنا خدتها رايح جاي في ثلاث إيه هو جالي هو كبا نحظر كواس تلع من هنا على المغرب بصرف النظر بقى هو حر يعني هو طبعا العائل يعمل كده إيه اللي خليه ييجي هنا ما فيش وقت اه ما فيش وقت وخلي بالك وصول هو أنا بس انت عشان بتتكلم على الوداد هو وصول الوداد برضو استكمال لسلسلة نجاحات القرى المغربية طبعا بصرف النظر يعني هتقول لي ما راح بضربات الجزاء الطفيق يحالف أحيانا في النهاية كسب واحد سفر وخسر واحد سفر وكسب ركالات ترجمة بيحالف المكتاد ورحله يعني مو عادي نشوف بقى فينا يعبر عن قوة البطولة دي عشان الستاذ فاتح يقول لنا كلمتين حلوين في الآخر لكن أنا معاق توقيتها وطريقة نظامها وضغطها ومشاورها ما تتعملش كده أفن طيب مع كل هذا اللي حصل في اللقاء مع كل النقد اللي تعرض له لعبه الأهلي الكاف يحفظ قيمة الأهلي ونجومه اتحاد الأفريقي لكرة القدم وهو بيعلن عن الاستفتاء لاختيار الأفضل في الموسم القاري كان للاعب الأهلي نصيب الأسد وكان للنادي الأهلي الحياة الحضور القوي جدا في اختيارات الأفضل عايزة أقول لكم أنه قائمة المرشحين اللي جايزت أفضل فريق في أفريقيا في العام عشرين تلاتة وعشرين الأهلي على رأس القائمة بطل دور الأبطال من الجزائر التلاتة مع محمد صلاح الأفضل فيه أفضل لاعب أفريقي مش أفضل لاعب في أفريقيا التلاتة بينفسه مع صلاح وآخرين على الأفضل لاعب أفريقي فيه داخل بيرستاو من جنوب أفريقيا نجم النادي الأهلي يعني عندك أربعة بينفسه على أفضل لاعب أفريقي كهربا وعبد المنعم والشناوي وبرستاو والأبرز عندنا محمد صلاح النجم العلامي الكبير طيب داخل القارة داخل القارة حضور قوي جدا اللي لعبت النادي الأهلي عسين الشحات محمود عبد المنعم كهربا محمد عبد المنعم محمد الشناوي علي معلول بيرستاو ستة من الأهلي بنفسه على الأفضل داخل القارة بالإضافة إلى مصطفى فتحي وفيستوم مبيلي من بيرامدز وفيه أيمن محيوس لعب اتحاد الجزائر وأسامة بن بوت اتحاد الجزائر وزين الدين بالعيد اتحاد الجزائر اتحاد العاصمة يعني ومكابي لليبو الهلال السوداني وآخرين يمكن محمد علي بالرمضان من التراجي التونسي ورونوين ويليامز من سانداونز ده المرشحين للأفضل داخل القارة لا في الأندية مش فكرة الأندية ما هي كلها أندية ما أنا عارف ما هو داخل القارة يبقى لازم في نادي اللي داخل القارة لا ممكن يبقى منتخبات ما هو منتخبات يبقى الأفضل كلاعب أفريقي معلين أنه في ستة يعني على المستوى العام في أربعة أي على المستوى الخاص في ستة في ستة وفي الأهل لأحسن نادي قيمة المرشحين لأفضل لعب شاب ما فيهاش حد من مصر خالص قيمة المرشحين لأفضل حارس مرمى يتصدرها محمد الشناوي وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي وأندري أوناتا حارس مرمى منشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني وإدوارد مندي أيضا حارس مرمى الأهلي السعودي والمنتخب السنغالي إذن ستبقى ما بين الشناوي وربما ياسين بونو الحارس المغربي اللي طبعا انتقل للهلال السعودي من الدور الأسباني واللي كان له حضور قوي جدا في كأس العالم ربما يزكيه بنسبة كبيرة على الأفضل لكن يبقى محمد الشناوي بينافس في ثلاث خانات خانة أفضل حارس خانة أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعب داخل القارة حضور قوي جدا لمحمد الشناوي زي محمود عبد منعم كهربا يعني شوفوا كهربا بينافس على أحسن لاعب أفريقي وأحسن لاعب محلي داخل القارة وعبد المنعم وعبد المنعم قيمة المرشحين لأفضل مدرب بيتصدرها مارسل كولر مدرب الآلي وعبد الحاق بن شيخة من اتحاد العاصمة وليد الركراكي منتخب المغربي ربما يكون عنده أفضلية لأنه قاد منتخب المغرب لسيم فاينال كاس العالم وقائد منتخب السنغال وآخرين في هذا السياق من المدربين الأفرق البطولة الأخرينية دي دخلة في التقييم ولا بره التقييم الدور الأفريقي دخلة فيها طبعا كل ما تلعب في عشرين وعشرين لا لحد إمتى ما بدأ بتعلن القوائم دي يبقى ما دخلتش مش كده لأن هي لو دخلت حتكون مؤثرة جدا لو ما دخلتش عندنا فرص هو مش هتبقى مؤثرة لسبب أنت هو يا جماعة البطولة دي صدقوني في عدد الاتحاد الأفريقي ما لهاش لازمة ده الاتحاد الأفريقي أنا بقول لكم إنما الاتحاد الدولي لا ولا عند الاتحاد الدولي البطولة دي يا جماعة حتى الآن هي بطولة تسوقية في محاولة للوصول لبطولة عشان كده شركة إيطالية مؤثرة في الفيفا هي اللي قدرت البطولة وهي اللي واخد الحقوق بتاعتها وهي اللي باعتها وهي اللي شكلت لجنة منظمة اتحاد الأفريقي علاقته بالدوري الأفريقي اللي اتعامل حكتين بيعين الحكام ويبعد بعثة المنشطات فيما عدا ذلك اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي اللي هي الشركة الإيطالية هي المعنية بكل شي فالاتحاد الأفريقي وهو بيحط جوائزه بيترجط حكتين دور الأبطال والكونفدرالية على مستوى الأندية كأس الأمم الأفريقية والمشاركات الأفريقية في كأس العالم على مستوى المنتخبات انت عايش تقول ان دي بطولة تجربية اه وانا معاك لكن مهمة جدا اه يعني يعني لانك اخترت تمنى دي ما الافضل تصنيف اي فهي حتى من ناحية المعنوية مهمة جدا اي اتمنى ان احنا يعني يعملونها ظروف أفضل بتنظيم أفضل يعني تعرف ان التمن أندية دول تعرف ان دورة مجمعة لو عملها دورة مجمعة كانت أنجح ان اللي خلاني لا أشعر ان واخديني الأمور بالاهتمام اللي احنا واخدينها به انك بتسمح ان اللي اندية حد المواعيد ما تشطى تلاتة ستة سبعة الكلام ده في البطولات المهمة لازم يبقالها اه ليحة كلنا انا بعارفين نخش عشان واخن ندخلين كل الناس تسكت كل الناس تسكت طيب خلاصنا الدور الافريقي نقطوا من اول الصد لكن للأسف عدنا من المضغوط للمضغوط جدا الاهل اللاعب الدور الافريقي في مدى زمني محدود جدا او مضغوط جدا مباراة كل تلات يام بما فيها السفريات ودي كانت نقطة السلبية في البطولة لان انت كمان محطتش في اعتبارك ظروف الطيران ولا بعد المسافات ولا تأشيرات الدخول دي كلها كانت عوائق لتنظيم بطولة من ثمن اندية فما بالك لو نفذوا الرغبة التسويقية نتبقى من 4-20 نقاوط تتعرف حتى قبل 100 فبتجري بتاخد جميع التأشيرات المحتملة يعني انت بتلعب بطولة بتلعب ماتش ما انتش عارف لو كسبت هتاخد تأشير تروح تسافر تونس ولا تسافر المغرب في حين ان التأشيرات في افريقيا بتغيب كتير هم واخدينها من المحاولة الاوروبية ولا بيتراتلت وموصندون حجوزات الطيران تأشيرات الدخول بعد المسافات دي كلها مسائل خلت هذا الجدوى للمضغوط للدور الافريقي فكرة صعبة التنفيذ جدا لكن بالنسبة للاهي قلتلكه عاد من المضغوط الى المضغوط جدا لانه ابتداء من السبت الاهي داخل في مرحلة مضغوطة جدا في سبع ايام فقط علي انه يلعب ثلاث مطشات يلعب باشموندس يوم السبت مع المقولين في الجبل الاخضر ثم يلعب يوم الاربع مع سيراميكا ايضا في الجبل الاخضر الساعة 4 العصر ثم يلعب في الجونة يوم السبت ثلاث مطشات في اسبوع هو ماتش الجونة ده اللي حيتخلله برضو صفر وصفر طويل مش هو صايف ما عليكش لان انت تأديها هتأجل انت يعني احنا معظم مطشاتنا في القاهرة انما يجي قدرك ان المطش المضغوط كمان في صفر وهيتلاعب بقى الساعة كان بإذن الله خمسة يعني ماشي طيب نتائج مباريات الجولة الخامسة برمز فاز على المصر ثلاثة اتنين وإم بفاز على الزمالك اتنين واحد وفاركو فاز او جونة فاز على فاركو واحد صفر والاتحاد السكنداري فاز على المقولين ثلاثة اتنين وتأجلت مباراة الاهلي وبلدية المحلة هي المؤجلة اللي لسه بقيلها معاد ما تحددتش وطلع الجيش كسب سيراميكا واحد صفر وتعادل الداخلية مع الاسماعيلي والبنك الاهلي خسر من مودرن فيوتشر اتنين واحد الجولة الستة يوم الجمعة يوم الجمعة هيلعب سموحة مع الاتحاد السكنداري والزمالك مع زيد وسيراميكا كيلوباترام مع بيراميدز ويوم السبت معادنا مع نوك راياني سبت معادنا مع ثلاث مطشات الجونة مع الداخلية المؤولين مع الاهلي وبلدية المحلة مع فاركو ويوم الحد يكتمل الاسبوع بتلاث مباريات فيها الاسماعيلي واجهة طلاع الجيش والمصر البورسعيدي مع البنك الاهلي واخيرا مودرن فيوتشر مع امبي اعتقد عودة الاهلي حامل اللقب للدوري بعد هذا الجرح الافريقي تقول لهم ايه بالظبط حاليا يعني التحديات من صعب الاصعب ايه من مخنوق لاخنق اه من مضغوط لبزنوق بس التلاث مطشات دول مؤشر لمشوارك اللي جاي كله ايوا نتمنى ما يبقاش فيها اي مفاجآت مش كويسة وانت حامل اللقب حتى لمش حامل اللقب وانت سنفك حامل اللقب بس عايش تكسب سيبك من حامل اللقب لان ده الناس بتاخدوا انك انت الطبيعي انك تبقى حامل اللقب ما انتش يعني بتحط عليك عبق اضافي طب وانت حامل الهم يعني انا حامل الهم جدا لانه انا بتداي من الاخفاقات لانه بترمي بزلال انت جمهورك مش مستني بقى اي حاجة يا رب يا رب يا رب نقدر نخرج من هذا دا يلم سوق الحظ اللي احنا بشين فيها دي اذا ربط كلام عندك ثلاث مطشات المقاولين سيراميكا الجونة اعتقد اقل اعتذار للجماهير الكبيرة اللي رجعت من استاد القاهرة مبارح مدى او زعلانة على الاقل يبقى ثلاث مطشات مؤشر قوي ان انت تدخل المرحلة الجاية وقبل التوقف بمعنويات عالية وبأجندة كاملة جدا لان اللي قادم اصعب في كأس العالم للانبية في ديسمبر والسوبر المصري بعدها مباشرة في الامارات دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله سبع الله خير